أهلا بكم لغز الألغاز المرض اللي عامل بني وبنكو عامل قلق لستات جامد جدا ومقلقهم مخوفهم بطنطر عام المعاجرة ليه هو لغز الألغاز؟ إنه أولا ما حدش عارف لسه السبب المباشر لطنطر عام المعاجرة ومض يحيط به في الحقيقة فيه كمان حاجة مسيرة جدا واحد من أسباب تأخر إثنين جابة واحد من أسباب معاناة المرأة من الألم لدرجة إن أنت تعيش مع المرأة يعني اللي بيكتبه عن بطنطر عام المعاجرة فيه المنتديات ووسائل التواصل بيكتبه كلام أدبي مخيف جدا ألم مستمر معاناة ساعته مستمر في بعض الحالات وفيه حالات تانية بطنطر عام المعاجرة تكتشف أثناء الولادة تسألي الست بتشتكي ويرلات ما مشتكيش من حاجة عمرك كان عندك مشكلة تأخره أبدا عندك مشكلة دسبارونية ألم أثناء الجماع أبدا يعني فهي لغز الحياة غموض عنيفة تعالوا نكشف هذا الغموض مع اسمك كبير نسعد بوجوده معنا في الدكتور والحقيقة هو رأي قدير حمل على عاتقه يعني مصباح مهم جدا هو مصباح عالم الإخصاب المساعد والحق المجاري سنوات طويلة من الإبداع سنوات طويلة من الأداء الرائع جدا وتطوير المنظومات الطبية لغاية لما وصلنا لمنظومة طبية متكاملة يعني التنافس بقوة الأسماء العالمية ضيف العزيزة القيمة العالمية الكبيرة والإسم الكبير السنة الدكتور عبدالطيف أحمد سويلم استشاري أمراض النساء والتوليد والحق المجاري الدكتوراء أمراض النساء والتوليد والحق المجاري ورئيس مجلس إدارة مراكز نور الحياة للخصومة صاحب دبلوم الأطفال الأنابيب والحق المجاري من بلجيكا ودبلوم الجراحات المناظير من جماعة جهيل الألمانية ودبلوم الموجات الصوتية من جماعة الزغرب الكرواتية الاسم الكبير أهلا بك دكتور عامل أهلا وسهلا شرفي بالله خليك يا دكتور عيمة احنا لديك بقى يعني اللي في الوانزة مأثرة عليه. اللي الجميلة دي. ايو طالب. ده انا اللي بشكرك ان دينا تجينا من وقتك وبشرفك. شرف كبير دينا يعني. الحقيقة احنا النهاردة على الاتنين عندنا ايه في الوانزة. اه طبعا. فهاتلقوا من وقت الاتنى كده يعني ايه. هاتقولوا بابا احنا بنتعودين ان احنا نشتغل. بس الله الله تكون انا. ما تكونش كورونا ونوع اللي. لا لا لا. لبصيها البعض. احنا بتطرع المهاجرة. هل هي بالفعل. احنا مش طبعا انا مش متخصص. بس انا ما نزولها من بره يا راجل بتاع بطنة يعني. بتوصل لنا كده معنى انها لغز الالغاز عندكم. في العالم تأخذ الانجاب. طبعا. وهي ما زالت لغز الالغاز. لانه هي ايه اسبابها? هل هي حاجات جينية? يعني حاجات معينة? هل هي مرتبطة بالعادات الغزائية زي الفاست فود او او ايه اخره? هل هي مرتبطة بانه الدورة الشهرية بترجع الى يعني بدل ما بتنسل تحت بتطلع الدم بتاع الدورة الشهرية مع حتة من بطانة الرحم بتوصل عن طريق الانبوبة الى البطن. نظريات كثيرة جدا جدا لبطانة الرحم المهاجرة. لكن الى الان مفيش حاجة ثبتة بحيث ان انا اقول والله احنا هناخد نعمل كذا وكذا وكذا علشان دي ما يجلهاش بطانة الرحم المهاجرة. لدرجة انه هو بقى اه اه نسبة حدثها عمالة بتزيد 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 بتزيد. يعني كانت حاجات بسيطة قبل كده خصوصا في المنطقة بتاعتنا لكن بدأت تزيد قوي وبتصل الى حوالي مثلا 10-15% من الستات عندهم بطانة رحم مهاجرة. لا ده في بعض الحالات مش بعض الحالات نسبة برضو كبيرة من حالات عدم حدوث الحمل غير مفسر السبب. لما تيجي تعمل لهم منظار هتلاقي بنسبة او اخرى بطانة رحم مهاجرة. اللي هو الدرجات اللي ما تبانشي بالموجات الصباطية او اه بالرنين المغماطيسي. ولكن تبان بالمنظار اللي هي برؤية العين. درجات بسيطة ولكن اه موجودة دي. فالنسبة عمالة بتزيد. وليها مشاكل كثيرة جدا جدا. اه مش بس تأخر انجاب. لا. ده حاجات مؤلمة جدا جدا. دي بطانة رحم المهاجرة. الاعراض ايه؟ اهم عرض ليها هو هنسميه مرض الالام. مرض الالام ده مرتبط بألم اثناء الدورة الشهرية وبعد الدورة الشهرية. ممكن يتطور الى الام شديد بالحض بقى من الالام المزمنة اللي موجودة فيه الحض سواء كان فيه دورة او مفيش دورة. ممكن يبقى الام اثناء المعاشرة الزوجية لدرجة قد تؤدي الى مشاكل زوجية كثيرة جدا. ومشاكل على الاسرة وترابطها ووائد اخره. ممكن يبقى فيه الام مع التبول لانها ممكن بتصيب المسانة وتبقى ضغط على جدار المسانة. ممكن يبقى الالم ده يصح انه هو يبقى فيه الظهر او اثناء عملية التبرز. لانه اذا كانت موجودة بطانة رحم وهاجرة فيه وراء الرحم لانه سيادتك تعلم انه الرحم قدام ثم وراء القولون على طول. فالحتة في الجيب اللي ما بين الرحم وما بين القولون هذا الجيب اللي هو اللي بنسميه داجلاس بوتش اللي هو ده هذا الجيب بيكون يعني مكان من الاماكن الشائعة لبطانة الرحم المهجرة في الستات. وده يؤثر على حتى عمليات التبرز عند السيدات. طب ما هو ممكن برضو بطانة الرحم المهجرة تبقى موجودة في عضلة الرحم بدرجة او اخرى ودرجات كثيرة وتؤدي الى تضخم وتؤدي الى لخبطة في الدورة الشهرية. يعني لو احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا ده بطانة رحم مهجرة احد نظرياتها انه الدم بينزل من اثناء الدورة الشهرية بينزل عن طريق الانبوبة زي ما احنا شايفين كده دي الانبوبة والمبيض هو الدم نازل وبينزل في الحوض ومعه حتت من بطانة الرحم وده قد يكون سبب من اسباب بطانة الرحم المهجرة. ده العرض الاساسي. ده العرض الاساسي. هنا ممكن تبقى فيه عندي لخبطة في الدورة الشهرية ولكن من الاعراض المهمة بالنسبة لنا انه هو يؤدي الى حدوث التصاقات شديدة في الحوض ويؤدي الى عدم حدوث حمل. هنا سبب كبير جدا من تأخر الانجاب عند السيدات هو بطانة الرحم المهجرة. طب هو بيعمل التصاقات ازاي؟ بطانة الرحم المهجرة بتعمل التصاقات ازاي؟ هو بيستدعي مواد بنسميها انفلاماتوري هنقول انفلاماتوري كاسكيد اللي هو السايتوكاينز وخصوصا ما يسمى انترليوكين سيكس. وده ينشط بعض المواد اللي هي المسيرة لالتهابات مش التهابات يعني التهابات مكروبية ولكن بيحصل رياكشنز معين. ده يؤدي الى حدوث التصاقات ويؤدي الى حدوث تأثير على جودة البويضات ويؤدي الى حدوث الام في الحوض. هنا زي ما احنا شايفين قادي فيه التصاقات ما بين الانبيب شوف اللونبوبة تشدت ازاي محبت الرحم وبسبب هذه المواد دي دي اللي احنا ممكن نسميها الباسوجينيسز بتاعة الالتصاقات وتأثيرها. وازاي بتنشأ عن طريق بطانة الرحم المهاجرة او بطانة الرحم المهاجرة كيف تكون الالتصاقات قصة كبيرة جدا والالتصاقات بتاعت بطانة الرحم المهاجرة يعني هي ايه يعني هي عبارة عن زي خيوط هذه الخيوط زي خيوط العنكبوت ولكن احيانا تب خيوط شديدة جدا وسميكة جدا وبتربط اعضاء الحوض كلها ببعضها من حالب المنطقة دي منطقة ديئة فيها الحالب فيها اوعية دموية فيها قولون فيها مبيض فيها حاجات كسيرة جدا مهمة جدا جدا هذه المنطقة كلها بتخليها نقدر نقول بتتعجن في بعضها كده روزين بلبس يبا نسميه روزين بلبس اللي هو البلبس الحوض الملتصق او المتجمد شديد او المتجمد تماما ودي بتب فيها صعوبة اثناء العمليات الجراحية بتاعت الاستقصال بطانة الرحم المهاجرة في مثل هذه الحالات وبالتالي تؤدي الى انسادات في الانبيض واهم من الانسادات دي انها بتأثر على جودة البويضات وعلى عدد البويضات اللي موجودة في المبيض يبا اذا بتقلل مخزون المبيض ده اكيد وبتأثر على جودة البويضات بتأثر على درجة استقبال بطانة الرحم او تجويف الرحم للجنين وبالتالي بقلل حدوث الحمد وبتأثر على بتعمل لو هي موجودة في عضلة الرحم بتؤدي الى حدوث التليفات في عضلة الرحم وتأثر على الاوعية الدموية بتاعت عضلة الرحم فبالتالي بتقلل الدم اللي واصل لبطانة الرحم فبتقلل درجة استقبالها للجنين الحاجة التانية بتؤثر على حركة عضلة الرحم ممكن تزيد نتيجة هذه الالتهابات فبالتالي بتقلل من التصاق الجنين داخل تجويف الرحم او تعمل اجهاض مبكر ايوة او تعمل اجهاض متكرر جميلة ومبكر دي بطانة الرحم المهاجرة وتأثرتها الشديدة على عملية الحمل وعلى حياة الست عموما وخصوصا الالام ممكن واحدة زي ما سيادتك في المقدمة قولت طب هي حملت وعندها تيجي تعمل قيسرية تلاها عندها بطانة الرحم المهاجرة وهي ما حسيتش بأي حاجة وممكن واحدة حملت وخلفت ولكن هي مشكلتها الاساسية انه بطانة الرحم المهاجرة دي عملالها الام يعني منغنصة عليها حياتها لدرجة انها لا عرفة تنام ولا عرفة تمارس حياتها الاجتماعية او كده حتى بطانة الرحم المهاجرة مؤخرا بتؤدي الى حدوث اكتئابات نتيجة لمواد معينة بتتفرز بتأثر على المخ وبالتالي أثرت على الحياة الاجتماعية للستات فزودت نسبة اكتئابات عندهم زودت نسب الغيابات عن الشغل بيتخلت الست دايما تحب انها تدنها قاعدة منفردة في البيت علشان مش قادرة عمالة ألم او دورة شهرية بتنزل بغزارة شديدة فمش قادرة وكل شوية بتنزل فمش قادرة تمارس حياتها الاجتماعية او حتى تخدم بيتها او تخدم زوجها فده مرض من الامراض اللعينة جدا جدا اللي يعني نأمل انه ربنا يساهل ويتعرف الاسباب الحقيقية ده والعلاجات بتاعته هنتكلم عن النقطاتين بقى مهمين قوي وفي حوارنا المثير النهاردة التشخيص والعلاج والعلاج بالذات عايز نركز عليه الاحدث والبرضو اللي انا لاحظته انه فيه التغيرات فيه الاوامر او الجادلاينز الخاصة بالتعامل مع الطانة المهاجرة في الفترة طبعا هو هو تشخيص بطانة الرحم المهاجرة لازم اخد من بق العيان الكلام يبقى اذا الاعراض بتاعته ثم التشخيص الاساسي هو بالموجات فوق الصوتية بس الموجات فوق الصوتية بتبين لي درجات معينة من بطانة الرحم المهاجرة هل هي موجودة في عضلة الرحم؟ هل هي موجودة في المبيل وعملة اكياس اللي هي بنسميها اكياس شوكولاتة؟ هل هي عملة موجودة في المنطقة اللي ما بين الرحم والحوط؟ ده كله بتشخص بالموجات فوق الصوتية حتى ممكن نشوف الحتة اللي موجودة او اهم حاجة الحتة اللي موجودة خلف الرحم لو فيها بطانة رحم مهاجرة عملت الاتصاق جامد بس ده ممكن يبان بالموجات فوق الصوتية تشخصها اه تشخصها تماما يعني احنا تشخيص ده مهم علشان لما اقرر للست دي عملية يبانا داخل عارف المنظار اللي انا هعمله حيبقانه نوع من المناظير هل هي حاجة بسيطة ولا تستدعي مناظير متقدمة بحيث اننا دي بقى ليها آلات معينة وليها نظام معين وليها خبرات معينة بحيث ان احنا نقدر نشيل ده كله بدون ما نؤدي الى مضاعفات وخصوصا الحالب وخصوصا الامعاء الامعاء اللي هو المستقيم والامعاء القولون يعني عموما يعني في طريقة اخرى لتشخيص قد نستدعي عمل رانين مغنطيسي علشان نشخص به بطانة الرحمة المهاجرة ولكن التشخيص الاساسي لبطانة الرحمة المهاجرة عشان متأكد تماما كل دي كلها بنسميها ايه تقترح ولكن التشخيص الاساسي ان انت تعمل منظار تشوف بعينك وتشيل وتعمل باثولوجي اللي هو تحليل انسجة للحاجات اللي تشالت وتثبت هذه التحليل انه في بطانة رحمة المهاجرة هو ده التشخيص الاساسي والتشخيص الدقيق لبطانة الرحمة المهاجرة منظر منظر البطن المهاجرة منظر البطن طبعا يشخص كل حاجة طبعا يشخص كل حاجة ومهم يعني كنا بنقول في حالات عدم او تأخر الانجاب بدون سبب لازم نعمل منظر وبعدين علشان اقول ان دي بدون سبب في ابحاث دلوقتي بتقول لا مش لازم نعمل منظر طالما كل حاجة بالمواجهات الصوتية سليمة والاشعة السبغة بتقولي انه الانبيب سليمة ولكن ما زال بنقول لا المنظر مهم لانه بشخص لبطانة رحمة المهاجرة بسيطة بدرجات بسيطة هنا في الفيديو ده هو طريقة لكي بطاق الكيس بتاع بطانة الرحمة المهاجرة بالليزر او موجود في الحوضة الكي بتاعه دي التساقات ما بين المسانة والرحم من قدام ودي بتتفك بالمنظار هنا برضو ده في المبيض بطانة رحم مهاجرة واللي في النص ده اللي قدامنا ده الرحم كل دي كلها طرق للعلاج هنا ده المنظار متقدم ازاي ان احنا بددخل جوه البطن علشان نشيل بطانة الرحمة المهاجرة لانه هو العلاج الاساسي بتاعها بالمنظار ده كعلاج جراحي ولكن الالاجات عموما يعني بص سيادتك هنا ده بنفتح به الكيس اللي في المبيض وبنسلكه وبعدين بنشيل الكيس عن طريق منظار البطن ولكن هنا في ملحوظة لازم ناخد بالنا منها انه شيل الكيس قد يؤثر على مخزون المبيض ويقلله ايه فبدأ دلوقتي امتى اشيل الاكياس بتاع بطانة الرحمة المهاجرة طبعا لو هي اقل من خمسة سنتي لو مخزون المبيض قليل يعني كافي حقول لو مخزون المبيض قليل لو هي اقل من خمسة سنتي لو مش عاملة مشاكل لو الستة دي ما كملتش اه الاسرة الاسرة بتاعتها او لسه مفيش حامل يبقى حسيب الكيس والجأ الى طرق اخرى الى وهي الحقن المجهري واطفال الانبيض في هذه الحلالة اما اذا كان حجم الكيس اكتر من خمسة سنتي وفيه الام عندها مبرحة وعندها مخزون المبيض بتاعها كويس يسمح ان انا اشيل هنا تطورت عملية الشيل علشان احنا لما بنشيل الكيس بنشيله بنستخدم الديفيرمي مع تقدم الاجهزة الكي المستخدمة اللي هي الاجهزة اللي بتقطع وبتأثر في ملي او اتنين ملي حواليها اه والحرارة بتاعتها ما بتنتقلش الى اه لمسافات كبيرة او الاجزاء كبيرة من المبيض اه فبقينا اه الصورة دي علق عليها ده ازاي اشيل بالفتح بشيل بطانة رحم مهاجرة في عضلة الرحم لو احنا شفنا حنلاقي فيه لون بنفسي كده بنعلم لما بتفتح عضلة الرحم بتشوف بطانة الرحم المهاجرة فيها بيبقى الانسجة بتاعتها بينا بنعلم بألم حواليها كده علشان اقول حشيل منها قد ايه وطبعا حسيب بايا علشان ما جرش على عضلة الرحم ويحدث انفجار للرحم أثناء الحمد للسيدات دي زي ما هو باين في الصورة دي لكن نرجع ونقول انه التقدم اللي حاصل ان انا اقلل استخدام الكي في استخدام 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 الاكياس اللي في المبيض بالذات ممكن نقلله الى ابعد الحدود عن طريق ايه ان انا اقلل النزف واستخدم حاجات تؤدي الى فصل الكيس ما بين الكيس وبين الانسجة بتاعت المبيض ثم الخياطات وهكذا ده كله بقلل استخدام الكهرباء في كي المبيض علشان نقلل من مخزون تأثير العملية على مخزون المبيضين احيانا تبقى بطامنة الرحم المهاجرة موجودة في عضلة الرحم زي ما احنا قلنا كده ولها تأثيرات كبيرة سواء كان بالمنظار ممكن نعملها او بالفتح ممكن نعمل بنفتح الرحم وممكن نشق نصين كده بعد يعني لو العضلة الرحم كلها مليانة بنشيل البطانة بألم طبعا بيستخدم للجراحة يعني بنعلم على الأجزاء اللي احنا هنشيلها ونبدأ نشيلها بالمشرط كده لو انت شايف الرحم ده شوف ده رحم انا شلته بالمنظار في حالة بطانة رحم مهاجرة لو شفنا الرحم قد ايه متضخم معاه حتت كتير جدا وده احنا مطلعينه من تحت شوف عضلة الرحم قد ايه متضخمة نتيجة بطانة الرحم المهاجرة ودي عانت من نزيف شديد جدا طول ايام الدورة الشهرية وانيميا بتصل الى خمسة ميلي جرام ونقل دم كذا مرة وقدت الى استقصال الرحم في هذه الحالة لانه هي وصلت لسن اكبر من الاربعين وخلاص عندها اسرة ومش قادرة انها تستحمل كده شرف كبير لي وحوار ممتع مش عايزه ينتهي الله يخليك انت ظل بدأت الرحم المهاجرة لغز الالغاز برضو وفيها اجزاء غمضة كبيرة لكن احنا حاولنا نوضح لكم كل جواند هذا المرض الذي قد في بعض الاحيان يكون مزع جدا ضيفنا العزيزة رائد القدير للحق الميجاري والاخصاب المساعد السؤس دكتور عبدالطيف احمد سويلم صاحب دكتورة النساء والتوليد والحق الميجاري استشاري النساء والتوليد والحق المجتري رئيس مجلس ادارة مراكز نور الحياة للخصوبة دبلومة اطفال الانبيب والحق الميجاري بتجيك دبلومة جراحة المناظر من جماعة كل المنيع نورت فندم واشهر وفتنة شرف كبير الله يخليك خليكم مع الدكتور الله يخليك اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في موضوع خطير موضوع الضعف الجنسي هو موضوع مقلق للغاية مقلق من ناحية الطبية لانه الضعف الجنسي على فكرة من ناحية الطبية تقولي طبية ازاي يعني ده امرجنسي انا بعتقد انا هغيرلكم دمكو ان الضعف الجنسي واحدة من الحاجات اللي تتدعو للقلق الشديد في الطب ليه لانه لو الضعف الجنسي سبب اوعاية دموية او مشكلة في الاوعاية دموية ده لند مارك لانه قادم اليك مشكلة في اوعاية دموية اكتر خطورة اوعاية دموية بتاعت العضو الزاكري فيها مشكلة فبقدت الى ضعف الجنسي طب اي رأيك ان الاوعاية دموية بتاعت القلب كمان هتدخل في مشاكل خطر اللي أصاب المرض اللي أصاب الأوعية الدموية بتاعت العضو الزاكري لن يترك أوعية الدموية بتاعت القلب في حالها لأن معظم أمراض مش هقول كله مفيش حاجة في الطب اسمها كله بس معظم أمراض الأوعية الدموية تصوبها السيستميك تقولي هو فيه حاجة اسمها localized أوعية الدموية مشكلة لو فيه جلطة فيه ريش سندروم حاجة كده لكن خلينا بس نتكلم أنه أمراض الأوعية الدموية is a systemic disease يعني تضي رب السيستم كله تبقضي رب الأوعية دموية كلها فلما يجي ضعف جنسي ده indication أو land mark أو red flag إلا إنه القلب جاي إلا إنه المخ قادم في مشاكله فخلي بالكم من هذا غير كده من أحياء بقى النفسية أنت بتتكلم في حالة نفسية سيئة جدا بالنسبة للناس بتشيك من ضعف جنسي إزاي نتعامل معها إزاي نفهمها هذا هو حوارنا اليوم مع قمة علمية كبيرة واسم كبير في هذا العالم ضعيف العزيز الأستاذ الدكتور عمر لطفي أستاذ جراحات المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بجامعة القاهرة زمين جامعة توماس جيفرسون الأمريكية وعض جمعية المسالك البولية الأمريكية والدولية والأوروبية لإسم الكبير أهلا بك دكتور عمر لطفي إيه هو ضعف الجنسي إيه المقصود بالإنسان يكون عن ضعف الجنسي الضعف الجنسي ببساطة إنه هو المريض أو مش المريض يعني يبني آدم الطبيعي مفروض في حالة علاقة زوجية أنه هو يحصل الانتصاب الانتصاب احنا بنعرفه أنه هو بيكون فيه صلابة تسمح بالمباشرة الجنسية المدة الطرفين يكونوا راضين عنها لأنه هو الطرف الثاني مهم جدا في هذه العلاقة فلو الطرف واحد هو المبسوط أو الراضي مش هتبقى علاقة نجاح فأي حاجة تصيب الصلابة أو المدة ده بنسميه ضعف جنسي أي حاجة تؤثر على الصلابة أو المدة تكون خصيرة إيه أسباب الإصابة؟ وفيه أربع أسباب كبيرة ويندرج دحتها أسباب كثيرة أول سبب أسباب النفسية زمان لما كنا في الكلية هاكتفتكر كان بيقولونا 90% نفسي و10% عضوي طبعا الكلام ده خلاص ما بقاش موجود هو دلوقتي صححوه آه تلتهم أو أقل من 30% بيبقى نفسي نفسي يعني أقصد إيه؟ الاكتئاب بكل الأنواع بتاعته الناس اللي عندها مشكلة في الشخصية المهزوزة اللو سالف استيم أو النظرة الدونية لنفسه أو performance and anxiety اللي هي هو خايف زي يكون داخل امتحان فهو خايف ومتوتر ولذلك بقى فيه فرع جديد في الطب اللي هو psycho sexual medicine اللي هو بقى فيه ناس متخصصة لمعالجة الحاجات دي ده أول حاجة بنشوفها أو بنهتم بيها ده الجزء الأولاني المجموعة الأولانية من الأسباب الأجموعة الثانية أي مرض يسيب الأعصاب سواء العصاب المخ عصاب النخاء الشوكي وحتى الأعصاب الطرفية بتؤثر على الانتصاب الانتصاب عبارة عن شريان وريد عصب أي حاجة تصيب أي حاجة من الثلاثة دول بيتأثر أمراض العصبية اللي هي زي السكتة القلبية السكتة الدماغية جلطة في المخ الشلل الرعاش دي كلها الإصابات اللي هي بتحصل دي بنشوفها كتير بعد حوادث العربيات في العمود الفقري في حصل شلل نصري كل ده بيأثر على الانتصاب والأعصاب الطرفية اللي هي بتتأثر بالسكر ده هنجيب سيرته أو الحوادث بتاعتكسر في الحوض أو عمليات الحوض الكبيرة اللي هي سرطان في القولون سرطان في المستقيم كل دي بتأثر على الانتصاب وطبعا عمليات سرطان البروستاتا وسرطان المسانا برضو بتأثر لأن الأعصاب بتبقى منطر نشيلها لأن الورم بيمتد مرة يمين مرة شمال يعني على حسب دي المجموعة الثانية المجموعة الثالثة اللي هي علاقة بالغضة الصماء أولهم السكر طبعا السكر من أكتر الحاجات اللي بنشوفها لمريض اللي عنده الضعف الجنسي ولاقينا أنه هو عرف حذلك السكر بيأثر على الشباكية وبيأثر على الكلا نسبة الإصابة بالضعف الجنسي أعلى من الكنين دول في مرضى السكر برضو لأنه هو بيبقى الأوعية الدموية الدقيقة بتتأثر الأعصاب بتتأثر فبيبقى وبرضو ساعات النسيج نفسه اللي هو بتاع القضيب اللي هو نسيج كافي يعني بيقون عليه ممكن يحصل فيه شوية تلايف نتيجة للسكر الحاجة التانية اللي هو بيبقى الهرمون بتاع التستوستيرون أو هرمون الزكورة بيبقى واطي ده بيبقى ممكن حاجة أولية مشكلة في الغدة النخمية أو في الهايبوثالمس أو حاجة سانوية بتحصل بعد كده في الخصية أو الخصية ومتشتغلش كويس فإحدى الأسباب لما بنلاقي التستوستيرون واطي بنقدر ندي العيان هذا الدواء خارجيا طبعا دلوقتي بقى فيه ممكن نديه عن طريق جل بيدهنه عن طريق باتش أو لزقة بيحطها في حقاها بتتاخد كل أسبوع أو كل شهر وأقلوه من القراس القراس لازم تعدي عن طريق الكبد فيعني ما بنحبش قوي نتعب الكبد في هذا الموضوع رابع واحدة اللي هي الأوعية الدموية الوعاء الدموي أو الشريان بتاع القضيب هو medium sized artery نوع من الشريان لها حجم معين هو نفس الشريان بتاع القلب هو medium sized artery نفس اللي بيروح المخ هو medium sized artery فهي الفكرة إن هو لما بيصاب المريض خصويا ما يكون شاب بمشكلة في الانتصاب بنخاف جدا يكون عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في المخ والدراسات لقيت إن هو لو قبل سن 45 عنده مشكلة في الانتصاب فرصة إن هو يجي له سكتة دماغية أو أو حاجة في القلب بتزيد 50-60% عن الناس اللي ما عندهمش الحكاية دي هم دول الأربع أسباب اللي احنا بنتعامل معاهم كأسباب للضعف الجنسي لما يجي لك المريض بيشتكي كيف أنه شخصه بيكون فرم تشخيص أنت بناخد يعني عادة حديدك تاريخ مرضي من المريض يعني الأمراض اللي هو بيتعالج منها هل حصل أهم حاجة ده حصل مرة ولا مرتين ولا بيحصل بقاله فترة ولا بيحصل بأسلوب متقطع بنعمله تحليل وأشعات أهم حاجة في الأشعات طبعا إنه هم نعمل دوبلر ملون على الأولدة والشرايين بتاعة الأضيب وفي التحليل التحليل العامة وزيف الكلا إنه هو الفشل الكالوي ممكن يؤثر السكر طبعا بنعمله اللي هو الدهون بتاعة الدم لأنه هو لو الإنهاء عالية وعنده مشكلة في الانتصاب بنحوله الدكتور باطني عشان الدهون تسبب له مشكلة يعني الصحة العامة بتاعته تبقى كويسة وما فيش حاجة تانية تؤثر عليه لما بنعمل المواجات الصوتية أو الدوبلر على الأضيب إحنا بنحقن حقنا في الأضيب بتحصل انتصاب وبنقيس الشريان ضغطه كام الوريد ضغطه كام ونعمل درجات للانتصاب نصاب قوي أو أقل أو أقل بنديله خمس درجات من صفر إلى خمسة وده بيحدد المريض ده هيمشي على أنهي طريق يعني هناخد يعني العلاج في هذا بيختلف يعني علاج ممكن لو أعملت الأشعة والأشعة كويسة خلاص بيطلب منه بقى أنه هو يمارس رياضة لو تخين يخس السكر يتضبط الضغط ياخد له علاج يتابع مع الدكتور بتاعه طالما الانتصاب كويس يعني مفيش مشكلة مجرد تغيير اللايفستايل بتاعه أو تحسين اللايفستايل بتاعه خلاص بيبقى كافي الناس التانية اللي هو بيبقى هو بيشتكي ورغم ولما نعمله الأشعة ونحقن المادة اللي منحنا في القضيب بيحصل انتصاب إلى حد الماء معقول دي غالبا بتستجيب للأدوية زي السلدنافيل أو تدلافيل أو يعني دي الأسامي العلمية بتاعت هذه المواد ده علاج بيتاخد يعني عشان الناس باين بتسميه منشطات جنسية هو دواء تشتري من الأجزخانة برشدة فهو زي أي دواء تاني زي دواء الضغط زي دواء السكر هو دواء بناخده لحالة مرضية اللي هي حالة الضعف الجنسي فهو ما فيهوش حاجة ممنوعة ما فيهوش حاجة غلط يعني واخد بال حضرتك طبعا بس لازم إشراف طبي لازم إشراف طبي طبعا لأن هذا الدواء مثلا لو هو عيان مثلا عنده مشكلة في القلب بياخد نيتريت أو حاجة ما ينفعش فلازم لو بيتعالج أبعاته الدكتور البطنة يشوف ينفع ياخد هذا الدواء يعني دايما بيبقى وطبعا فيه ناس بيعندها حساسية بيجي لها اصداع أو زغلالة أو بتعمل هذا الدواء فخلص يعني مش هنستعمله لكن هو دواء يعني مش لازم ننزول له إنه حاجة وحشة أو حاجة يعني موجود في الأجزخانة وبنكتب روشتة وطبيعي خلص يعني إذا كان القرار إن إحنا نعمل للعيان ده عملية مش نافع معه ده وهنعمله عملية ولا يكون هذه العملية مش هي اللي ولا يكون هي عملية اسمها عملية الدعامة الزكري أسئلة كتيرة بقى تدور حول الدعامة مين العيان اللي إحنا نقرر له الدعامة؟ إيه هي الدعامة أساسا؟ كيف تجرى هذه العملية؟ هل هي عملية واحدة ولا أكتر من نوع؟ عاديين نفهمك بصي يا أي مريض ممكن يعمل عملية الدعامة يعني ما فيش أي ممنوعات إنه يعمل عملية الدعامة ولكن إحنا عادة زي ما بقول حيك بنتدي بالعلاج اللي هو زي السندنفيل عنده مستوى التستسترون منخفض بنتدي له حاجة تعليه فبنحاول الغير جراحي الأول لقينا إنه هو ده مش جايب نتيجة أو هو من الأول لما عمل الدكتور بتاعه كان النتيجة سيئة أو المريض مش راضي حتى لو فيه انتصاب بس مش راضي أو الشريك بتاعه مش راضي عنه الدعامة بتنقسم نوعين فيه دعامة اسمها مارنة وفيه دعامة اسمها زكية الاتنين دول موجودين من السبعينات بس طلع عليهم تحسينات كثيرة من أيام يعني الأستاذ الدكتور جمال البحيري كان أحدى أكبار أستاذ التجميل في مصر في ستينات اخترع الكونست أحط الكونست بس هو كان بيجيب عظمة الفبلة اللي هي بتاعة الرجلة بيحطها كان يعني كمحاولة يعني المهم احنا دلوقتي عندنا هذه الدعامة الدعامة الغرض منها أنه هو المريض يرجع يمارس النشاط الجنسي بتاعه بصورة طبيعية فالدعامة دي بتعمل ايه؟ أنه هو بيحصل صلابة في القضيب تسمح بمارسة النشاط الجنسي في الدعامة المارنة القضيب بيبقى زي ما صورة مجاهز صورة العالمين القضيب بيبقى صلب في كل الأوقات وفيه زي مفصلة في النص أنه هو في الأحوال العادية بيبقى يعني مفصلة لتحت لما بيحصل علاقة زوجية بنفرد الدعامة بيحصل علاقة زوجية طبيعية بعض الناس بتتدايق من أنه هو بيبقى دايما فيه صلابة وبعض الناس بتتقبلها بطبيعية الدعامة الهيدروليكية بتوش به الانتصاب الطبيعي بمعنى ايه؟ في حالة العلاقة فيه زرار بيبقى محطوط في كيس الصفن بندوس عليه فمحلول الملح بيدخل جوه الدعامات اللي هي في كل جسم كافي عندنا جسمين كافيين في القضيب كل جسم بيدخل فيه محلول الملح بيحصل انتصاب ويحصل السمك بتاع القضيب بيزيد تخلص العلاقة بندوس على الزرار تاني اللي هو في كيس الصفن فمحلول الملح بيرجع للخزان اللي هو متصور هنا ده الخزان اللي بنرجع عليه فيه فرق بين الاتنين الفرق بين الاتنين طبعا الدعامة اللي هي الهيدروليكية فيه حاجات ميكانيكية كتير فممكن يحصل فيها مشاكل ميكانيكية وصلات كتير هو طبعا أي دعامة هيدروليكية بياخد ضمان مدى الحياة ولو فيه حاجة بيتصلح بس اتفاجع مالية يعني اتصلح بدون عملية وهو التقدم وصل لمرحلة ان هو عادة ما بنحتاجش نتدخل مرة تانية يعني في اخر كم سنة الحمد لله محتاجناش نتدخل خالص اكتر حاجة بنخاف منها في الدعامات او التهابات ليه لانه لو حصل التهاب لقدر الله من اضطر نشيل الدعامة هو بقى كان لنا ما عملناش حاجة عشان كده الدعامات الحديثة في الغطاء الخارجي بقى فيه مضاد دحاوي موجود وبحيث ان هو طول ما الدعامة موجودة بيبقى التركيز بتاعه دايما موجود فبيقلل من حدوث الالتهابات وطبعا للتحضير للعملية لازم التعقيم يكون فعلا كامل زي ما يكون عملية زرع كلا أو زرع كبد زرع الدعامة لازم نفس مستوى التعقيم مين افضل؟ الدعامة الهيدروركية او الدعامة المريضة؟ انا يعني البحث مع المرضى اللي هو المريض اللي هو المتعلم البيقرة كتير طبعا الهيدروركية بتبقى نسباله احسن الحاجة التانية المريض اللي هو الشلل النصفي برضو ملوش غير الهيدروركية لانه هو الانسجة بتاعته بتبقى ضعيفة وما بيحسش بالقلم فالدعامة المريضة بتبقى نشفة شوية عليه فممكن يحصل مشاكل منها لكن بالنسبة للمريض العادي كويس الدعامة المريضة كويسة جدا بتؤدي الغرض وما بقاش عنده اي مشاكل تقريبا اهم حاجة زي انا بقول لحد التعقيم والشرط اللي احنا بنصمم عليه انه ما يستعملش الدعامة بستة اسابيع بعد العملية لحد ما يكتمل يعني ما فيش علاقة زوجية بعد العملية الموت ستة اسابيع ده الشرط الوحيد لعد ما يلتقم الجرح خصوصا في المرضى اللي عندهم سكر وطبعا لازم المريض يلتزم اللي عنده سكر ان السكر بتاعها يكون مصبوط يعني حيك العارف لو السكر زاد ممكن يحصل التهاب في اي حتة من ضمنها هذا اله ومتوبة العملية معمولة 100% يعني هو بووز العملية اه بالزبط يعني ده شيء برضو بننبه العيان له انه هو مش مجرد انه ركبها وعندها ستة اسابيع معه لو السكر زاد هيسمح بحدوث التهابات في اي مكان في الجسم من ضمنها الجسم المكان اللي فيه جسم غريب ممكن يحصل فيه التهاب يعني هل فيه فارق في النتائج ما بين اللي بدو عامدين في التركيب؟ لا خالص يعني هو العملية نفسها هي عملية بسيطة المريض بيعملها وبيهرق في نفس اليوم عادة في الاتنين في الاتنين عادة بنعملها بفتحة صغيرة ما بين القضيب وخيس الصفن بحيس تكون مستخبية هي فيه فتحات كتيرة بس هو كل واحد حسب الطريقة اللي بتريحه يعني انا بجد ان هذه الطريقة بتبقى كويسة وبتبقى مستخبية يعني فيش حد واخد باله ان فيه فتحة في هذا المكان وبتحلنا ان احنا ندخل على الجسم الكافي الايمن والايسر ونحط الدعامة بتاعتنا وحديثا ابتدنا ساعات كنا بندخل جوة الجسم الكافي نفسه دلوقتي بقينا بنحاول نسلك ما بين الجسم الكافي والغشاء بتاعه ونحط الدعامة بين الاتنين مفروض ان ده بيحسن الاحساس وبيحسن الاضيب وقت العلاقة بيكون بيتنفخ اكتر وطبعا الدعامة لا تمنع ان تحصل استمتاع ويحصل قصف وكل حاجة مفيش ما يمنع خالص يعني هو ده الجزء القادم الخرافات او بمعنى صح افكار سابتة في عقول الشرق الاوسط عن الدعامات اول هذه الافكار انك هتركب الدعامة ستفقد الشبق او بمعنى صح الارجازم الارجازم عادي خالص في بيجي زي ما كان بيجي قبل كده والقصف عادي خالص لا نؤثر عليه باي صورة الحمد لله يعني ستركب الدعامة ستفقد القدرة الانجابية لا خالص ليس هناك تأثير اي خالص بل ارى ان التأثير ايجابي يعني انه ممكن يكون هم خلال عنده ضعف جنس يمنع لا يكون عدد مرات او العملية لا تتم الى اخرها ودلوقتي خالص ما عندوش مشكلة يعني الاحساس عند الزوجة بيبقى اقل ده معتقد لا خالص بيبقى طبيعي يعني لا زيادة ولا اقل طبعا لو كان قبل العملية مثلا كان فيه ضعف جنسي شديد طبعا تحس بفرق لأنه هو لكن الصلابة بتبقى تقليبة بتشابه الصلابة بتاعة الانتصاب الطبيعي في الاتنين في النوعين الدعامات هتركب الدعامة هيحصل عدم تحكم في التباون ده معتقد غير موجود خالص بس طبعا ممكن يكون فيه أمراض في البرستاتا وبنعالجها بالطريقة العادية ولو احتاج عملية في البرستاتا بنعملها برضو ما فيش مشكلة يعني ما فيش حاجة تمنع الحياة الطبيعية بتاعة المريض يعني ما فيش مشكلة مين الجرم أو ما هو الجرم الكبير في عملية تركيب الدعامة اللي ترى أنه لو حصل هيبقى يعني فيه حاجات كتير فيه ناس بتتسرع أن أنا أركب الدعامة في ناس ناس صغير وأنها ممكن نعالجها بدواء أو محتاجة مثلا استشارة نفسية أو 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 احنا بنأخر الدعامة كويس إلى أقصى مدى ليه لأن يعني طبعا احنا ما نقدرش نضاهي اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله يعني احنا بنحاول لكن طبعا الطبيعي ما فيش أحسن منه فإحنا بنحاول نأخر فأجي عند شاب عنده مشكلة نفسية أو اللي هو اللي هو المشكلة بتحصل عند أول يوم زواج من النرفزة والعصبية وطول فترة الحفلة هنمون امتز هنمون امتز هنمون امتز هنمون امتز بيبتدي فأول يوم ما ما يحصلش بيحصل حل دوح ومضي على نفسه شيكات وحاجات كتيرة ومضي على نفسه أيضا فأبتدي أقول له لا خلاص ركبه لا يعني لازم يهدى نفسيا أدي له حاجات تساعده ممكن أقول له حاجات دي ممكن استعماله أول أسبوع أسبوعين وبعد كده خلاص يعني ربنا هيماشي الموضوع يعني بناخد الموضوع بتروي شوية عشان أركبه الحاجة التانية إن أنا لازم أركبه في مستشفى كويسة عشان زي ما قد حقيقة تعقيم أهم حاجة في الموضوع هلازم يكون المستشفى فيها تعقيم فيها آلات نظيفة بحيث سرير نظيف مش في مستشفى في أي حتة قدر أعمل هذا يعني مثلا ممكن أعمل زايدة في أي حتة ممكن أعمل لوث بس مش تركيب دعام اه مش تركيب دعام ثالثا إنه هو طبعا فيه شركات معروفة بتدي ضمان مدى الحياة على الدعامات بتاعتها دي اللي بتتجه إليها لأن ده انت بتضمن المريض بتاعك إنه هو لا قدر الله لو حصل مشكلة وهي مش يعني بتحصل واحد اتنين في المية إنه هو الشركة بتبقى وراي يعني في هذا الموضوع شرف كبير لنا هذه الزيارة أشكرا كرا كرا جزينا على هذا الحوار العلم الراقي جدا شكرا ضيف العزيزة القمة المال كبير الأستاذ دكتور عمرو لطفي الأستاذ بقسم جراحات المسالك البولية وتناسلية كلية طبية جماعة القاهرة وزميل جماعة تومس جيفرسون الأمريكية وعضو جماعة المسالك البولية والأمريكية والدولية والأوروبية الإسم الكبير والقمة الأكاديمية القدير في عالم المسالك وعالم الزكورة كان حوانا خاصة ومهم جدا حول واحد من أهم المواضيع الطبية الضعف الجنسي وإجراءات العناية بالقدرة الجنسية عند الرجل التي قد تصل إلى مرحلة القرار إجراء دعامة تركيب دعامة زكريية كل ما أحط بهذا الموضوع تمت مناقشته في الجزء السابق من الحوار الذي استمتعت به نورت يا فندم وشرف كبير لنا هذه شكرا شكرا يا فندم بلا شك عالم جراحات السمنة عالم مؤثير للغاية لكن تبقى تحويل المسار أسئلتها أو الأسئلة حولها أسئلة مهمة جدا أولا هي عملية لها قيم علمية كبيرة جدا تحويل المسار قيمتها العلمية ليست فقط إنقص الوزن هي عملية تعالج السكر من النوع الثاني وزي أي جراحات سمنة هي بتحسن مستوى ضغط الدم جدا كمان وميتابوليك سندروم كلها بتحسنها يعني الدهون بتعود أو مع تدريج إنقاص الوزن بترجع لي مستوياتها الطبيعية تي حاجات قيمتها مهمة أوي بس حول المسار في الأوسط الطبيعة لها بريق لأنها عملية تقنيا تحتاج إلى ليرنين كيرف أعلى وكبير ودائما يطلقون عليها في المراجع المقياس الزهبي أو الجولدن ستاندر طيب هو ليه بيقولوا عليها ده سؤال مهم جدا ولمن تصدق له تحويل المسار وموضة العيان اللي بيختار العيانين بدأوا يتعاملوا مع الطب مش بس في جراحات سمة ده في فروع طب كتيرة قوي على إنه سوبر ماركت فروع طب كتيرة في جراحات التجميل عايز أعمل كذا ومعملش كذا في السكر عندنا عايز أخد الدوة ده وما تدنيش الدوة ده في الضغط والنبي بلاش الدوة ده عشان لا ده كان بياخده فلان عندي وعمل في حاجات كتيرة في الطب بدأت استقابة الناس فيها تختلت النهاردة عايز أفهم هذا المعنى طبعا السؤال الأول لضيف العزيز اللي سيد دكتور كريم صبري يعني السؤال المهم جدا من تصدق له تحويل المسار لماذا هي الجولدن ستاندر؟ كلم ده عن تحويل المسار شايف في عينك نظرة حب لهذه العمليات في البداية اسمح لنا أحيا حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فري العمل الحياة طبعا تحويل المسار الماء ده يعني من العمليات القوية جدا في إنقاص الوزن القوية جدا في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة زي المجموات الأمراض بها بتاعة الميتابوليك سندروم اللي حي قلت عليها وكمال يعني قوية على الأمد البعيد يعني في إنها تحافظ على إنها ما ترجعش الوزن تاني في منها طبعا يعني أنا يمكن عملية تحويل المسار فيها أنواع كتيرة ويمكن الناس بتسمع عن أنواع كتيرة لتحويل المسار أنا أنا يعني كنت ناوي النهاردة فعلا إن أنا لقيت مقاسي من العمليات اللي هي تحويل المسار اللي هي مش تحويل المسار لقى إن طبعا مش كل الناس يصلح لهم عمليات تحويل المسار في مجموعة منهم طبعا ما ينفعوه مش تحويل المصار وفيه ناس طبعا ينفع لهم ولازم يعملوا تحويل المصار قبل ما نكمل الحتة دي انت قلت جملة وانا اساسا يعني لما وجهنا لك الدعوة انا اعلم انك عندك ما شاء الله اللي هي بيسموها الغيرة على ناحية الحلمية دي عادة الاكاديميين الاكاديميين كده تربينا من وحنا صغيرين لغاية لما كبرنا جدا على الغيرة على العلم فانا عارف ان دي موجودة فيك بشدة وعندك اللي هي ايه القوة واخد حتة اعلامية عظيمة جدا تعلمناها في الاعلام مش في الطب اللي انا هقول لي لا اعور انت اعور في عينه فقول لي ايه بقى الجملة دي انت قلتها وعافت هتقولها بعدين بس هي اثرتني جدا ايه فكرة القصة بتاعة حد يعمل عملية تحويل المصار وهي مش عملية تحويل المصار يعني مثلا انا شفت عملية اسمها القوميجالوب القوميجالوب يروج لها ان هي عملية تحويل المصار معدى مصار هي ليست بتحويل المصار معدى مصار القوميجالوب لانها طبعا بشتغل معظم يمكن اكتر حالاتي 60% اعادة اصلاح فشل جراحات السامن ترشي من كل العالم يعني بيجينا حالات احنا بنصلحها يعني تكميم فيها مشكلة بصلحها تحويل فيها مشكلة بصلحها عملية تدبيس معدى بصلحها يعني شغلي معظمه ترشي السنتر 60% من الحالات مشتغل في عملية الاصلاح فمن اكتر الحاجات اللي فيها مقاسي عملية اسمها القوميجالوب يروج لها ان هي عملية قوميجالوب هي عمكان تحويل المصار معدى مصغر ليه اسم كتيرة وممكن منعه الاسم ده خلاص منعناه يعني تكتب عليها OAGB او تحويل المصار ذات الواصلة الوحدة اللي هو انا اسموز جاستريك 5 باص او تحويل المصار ما بقاش ميني جاستريك 5 باص عشان الناس حتى ما تمسكش في الاسم ده العملية يروج لها اللي هي القوميجالوب هي في الاصل ليست تحويل المصار معدى مصغر بتدخل بقى العين ده بتلاقي تدبيس معدى عادي وجزء من الامعاء مسبت بالبوتش فوق ودي ليست تحويل المصار معدى مصغر ويقولك انا جاب ابحاثها هي تابعة الوامجالوب الوامجالوب دي اسم ليه تحويل مصار المعدة الميني جاستريك 5 باص وليست العملية اللي هي ايه هدفها العملية دي وعيان طبعا هو ما عندوش قدرة جراحية يعمل العملية ما عندوش قدرة مادية يعني يعمل العملية فعايز استعاره قليل طيب انا كجراح بقى عايز اعمل الوامجالوب دي بقوم ده ضرب دبوس واحد بدباسة اللي هي القديمة وغير مكلفة ويوم واخد جزء من اللامعاء زرعه في المعدة بتعمل ارتجاع مراري عنيف وتقعد تصلحها العيان فعلا ما بتلحقوش لانه جاي يعني في سيفير مال نوتريشن يعمل العيان تصلحه يدخل في وما تلحقوش فانا بحذر الناس يعني جدا من عملية اسمها الوامجالوب وليس التحويل مصار المعدة المصغر اسمها كده هي طالعة كده اسمها كده يعمل بقى تحويل مصار المعدة المصغر ما تخافش لا اعمله ده وده حاجات سناك تحويل يعني فيه عملية اللي تحويل مصار المعدة الكالكاليسيك يعملو في برضو الجز الكبير على أو هاي احنا بنعملها هاي 別 وقد اوه في الورفي في عرف الناس بتقال هو ما فيش حاجة اسمها سناك 듯 مـ احنا اللي قلنا عليها كده يعني احنا اللي قلنا عليها كده لكن لكن هي العملية هي تكميمة عادية خالص و بنجيب جزء من الأمعاء بنثبته في التكميم وبالتالي يفترض طبياً يعني أو فيسيروجياً أنه جزء من الأكل يعدي خلال المساري الطبيعي و جزء منه يعدي من التكميم خلال الوصلة ما ينفعش أنه احنا نروج لها أنه احنا ما تاخدش فيتامينز ما فيش حاجة اسمها عملية التربو أو العملية القوية أو العملية الهايبريد مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده هي دي عملية من نوع من أنواع تحويل المسار كل دي تسميات تلويجية تلويجية احنا لسه العملية دي مش certified خالص مش accredited لسه لم لم يصرح بيه انا نشرت على اول حالة عملتها في عين شمس في 2016 ونشرت على بحث باسمي في 2016 ولكن بطريقة طبية اللي يدخل يبعارف انه داخل العملية تحت الإجراء تمضي إقرار ان انت عامل عملية تجربية جديدة هي لن تضر ان شاء الله لكن احنا لسه نتيجة مش عارفين ايه السؤال العلمي اللي عليها حتى الآن احنا مش قدرين ان احنا نديها يعني يعني زي رخصة او ان احنا نقرها يعني ان احنا مفيش حاجة تقدر تقيس قد ايه من الاكل هيعدي خلال الـ 12 وقد ايه من الاكل هيعدي خلال المسار الطبيعي لا تقدر تقيس ده بالمنظار ولا تقدر تقيس ده بتكنيش مسكان ولا تقدرش تقيس الكلام ما لا يمكن قياسه لا يمكن ان احنا نقر به خد على ده أسماء كتيرة جدا بقى وشغل كتير كأنها هي هي العملية الأكريد الوحيدة في العالم يعملها بس بالعين عارف أنه داخل عملية أنوحها إيه ويدي له فيتامينز أنت لا تدري يعني العين ده محتاجه محتاج طبعا يبقى إذن لا نروج لعمليات تحويل مصار بأسماء قد تكون جزابة وقد تكون يعني إحنا مفاهمين العين اللي هي دي حاجة لكن طبعا إحنا يمكن الأمريكان حتى يمكن بقالهم سنة أو سنتين لسة تحويل مصار المعدة المصغر بقالهم سنين رغم أن الأمريكان وفرنسا ما بيعملوش تحويل مصار المعدة المصغر يمكن بقالهم سنتين موافين بيها هم عندهم مشكلة كده مع الراجل اللي هو كان عملها في 2-3 حتى الراجل مش عايش في أمريكا مش عايش في الهند فطبعا إحنا هو أقروها خلاص بتادوا يعملوها كانوا بيعملوا تحويل مصار المعدة الكلاسيكا أكتر فإحنا طبعا يعني أصدي محتاجين نستخدم العملات بعقل ففيه أنواع من تحويل المصار ليست تحويل المصار ده ناهي حداك بقى عن عملية الإصلاح اللي هم نشوفها يعني ممكن تلاقي معدة عادية خالص بتوصل بيها جزء من الأمعاء كده سيمبل جسر جنوستومين كان بيعمل تامي تاك عيانة وأم حد من الجراحين قال لها أنا عملك تحويل المصار أمواخد جزء من الأمعاء عاملك أنا كنت عملت محاضرة اللي هي تحويل المصار اللي هي ليست تحويل المصار محاضرة كده أنواع حاجات زي دي زي اللي هي المجلوب زي اللي هي العملية اللي هي سيمبل جسر جنوستومين شفت عمليات برضو أنه تحويل المصار بيدخل الجراحين كده نصلى أن أقول لي التعبير بدقة علامية عمليات أو إجراءات ليست معتمدة تروج لها أو يروج لها على أنها تحويل المصار وهي ليس لها أي قرب من قريب أو من بعيد بتحويل المصار صح كده؟ ده وصلت أنها بقى التربو التربو بقى النهاردة أنت فضحت هذه التعبيرات وده صح جدا وأحييك جدا وهو ده سبب دعوتنا الأساسي أن احنا نصلح زي ما نقول احنا في سلسلة مهمة جدا في دعوتنا ليك واتفاقنا معاك أن احنا نفتح الملف بمنتهى الدقة والصلاح لأن طبعا العين هو اللي بيدفع التمن في الآخر والحقيقة يعني أنا بعتبر أن دي رسالة احنا لازم نقولها ولازم كل الناس تسمعها لأن زي ما يعني طبعا يعني بالدرس في الجامعة لازم تطلع إعلاميا تقول أن فيه حاجة صحة وفيه حاجة خاطئة يعني هو ده دور الجامعة وفعلا أنا بقول حك أن الجامعة متمة بالموضوع ده جدا ولتصحيح المفاهيم الطبية وأي حاجة فيها خلل هيتم برضو رجوع إلى يعني أنه هو يتصلح الحاجات دي وترجع لأصلها المزبوط اللي هو كما يجب ولازم أن احنا ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا شروط إجراء العملية النفسية تحويل المصار ما فيش هي عملية تحويل المصار عملية سهلة جدا بسيطة جدا straight forward عملية بتعمل بالمنظر خلال فتحات صغيرة بقدرة تتعدى الساعة وأقل من كده أنا بس خلينا في الطبيعي يعني لكن ربما لا تتعدى لنصف ساعة في بعض الحالات إقامة 12 ساعة في المستشفى أو أقل يعني وبيعد يوم أو يومين في المستشفى ويرجع لحياة الطبيعية بعد ذلك يمارس حياة الطبيعية بيمشي بقى الفترة الأولى على شوية عصير وزبادي وحاجات بسيطة كده عشر تيام وكمل الشهر الأول على أكل بسيط ويرجع لحياة الطبيعية بعد شهر فهي عملية تجرب المنظر هي حاجة إجراء بسيط جدا ما فيش فرق ما بينها وبين التكميم كإجراء في العمليات ولا في الأكل ولا في الحاجة ما فيش أي اختلاف خالص هو بس إحنا أحيانا الناس اللي هي المريض السكر اللي عنده بنحب نعمله تحويل مصغر الناس الفوق وزن 150 كيلو السيت اللي هي مش قادرة تمشي على بفصلها لو عملتها تكميم مش تخصة أكتر تعمل تحويل مصغر أكتر الناس اللي عندهم رتجاع في المريض يعملون تحويل مصغر كلاسيكي متعملش مصغر عشان ما يجلوش ارتجعين بقى مراري وحامد أنا قصدي أنه ربما يكون فيه دواعي احنا يمكن شايفين في الانيميشن دلوقتي عملية بسيطة خالص هي توصيل جزء من الأمعاء إلى المعدة بس طبعا دي اللي هي تحويل مصار المعدة المصغر أي دي لو أنا شفتها في الأشعة دي مش تبقى عملية مصبوطة عشان البوش ايه انا ميش طبعا لازم البوش او المعدة تبقى طويلة ورفيع يا كي يعني مش أقل من 12-14 سنتي ايه انا ميش دقيقة بس دا انا ميش بيشرح لكم بس اه ده مش العالمي اه ما حدش بس كون فاهم خلفية طبية لكن الانيميشن دا يعتبر حاجة تسهيلية لكن طبعا تحويل مصار المعدة المصغر من العملية السيمبل جدا البسيطة اللي هي قوية في انقاص الوزن طبعا بتقل كمية الأكل بتقل مصص سكرات ودون بنسبة قد تصل إلى 70% الجزء المعزول الناس طامن عليه جدا لان طبعا ده سوء المشهور جدا الجزء بقى المعزول من المعدة ده هيحصل فيه ايه ما حصلش فيه حاجة ده جزء عادي خالص بيفرز ويشتغل عادي جدا ولو عايز لأي سبب من الأسباب ترجع العملية الوضعات طبيعية الجزء ده عادي جدا وسليم جدا وطبيعي جدا لان احنا ما بنقدرش نوقفه بعقلنا يعني ليه؟ لانه بيتحرك مع التشم مع الأكل بيفرز عادي جدا بيفوش ايه حاجة وده تعتبر حاجة مميزة لتحويل المصار عن التكميم ان احنا لا يتم استقصال اي نوع من الامعاء او المعدة في عملية تحويل المصار يعني أمعاك زي ما هي المعدة زي ما هي الأمعاك زي ما هي ما فيش حاجة يتم استقصالها عشان كده يمكن إلغاءها يمكن إرجعها للوضع الطبيعي انت معددك في أمان يعني ما فيهاش مشاكل وكوضع هرموني كمان عملية تحويل المصار طبعا انت عديت من 150 للمترين ل2 متر كاملين من الأمعاء الصويرة الجزء اللي بيبقى منتص سكرية الدهون بنسبة قد تصل لـ 70% دورة الأكل السريعة دي بيتخلي خلايا الـ L-Cell دي خلايا ممكن الناس تبص عليها على الجوجل كده دي بتفرز هرمون اسمه GLP-1 ده صورة الطبابة على الحاجات اللي حكي يمكن الناس عارفاها بتوص سكر يعني دي الحاجات الأنالوجس أو الحاجات المماثلة للـ GLP-1 بيعملوا أدوية غالية جدا هو العملية أصلا أوتوماتيك كده أوتوماتيك يعني بتنشر الدورة دورة الأكل السريعة بتخلي الخلايا دي تفرز هرمون الـ GLP-1 اللي بيحافظ خلايا البنكرياز خليه يفرز إنسولين كويس بصورة عالية بيقلل حاجة اسمها الموت المفاجئ للخلايا اللي هو الأبيبتوزيس يخلي البنكرياز ينشط من جديد وبالتالي ده دور مهم جدا في علاج السكر وعادة المشاط اللي هواني مرة السكر من نوع التاني طبعا أنا شايف حاجة بتأكد على من نوع التاني السكر من نوع التاني أنا طبعا النقطة دي مهمة جدا برضو لأن عمليات تحويل المسار هو بطبيعة الأمر إن السكر من نوع التاني هو الأكتر شيوعا وهو الأكتر شيوعا في 80% لـ 90% مرتبط بالسمنة المفرطة ودايما هو العياني اللي بيجينا عنده سمنة مفرطة بيكون عنده في معظم الناس عنده سكر غالبية الناس اللي عندهم سكر من نوع الأول أصلا نحاف ما بيعملوش عنوية بزرق فغالبا الناس اللي هي عندها سكر غالبا هيطلع من السكر من نوع التاني لأن 90% من الناس اللي هي المصابة بالسكر من نوع التاني عندهم سكر فالنقطة دي طبعا لازم تكون كلير والناس اللي هم سكرهم من نوع الأول عادة بيكون نحاف وسكرهم من منذ الصغر والبنكرياس أصلا مش شغال وبالتالي العملات دي ما بتبقاش مفيدة إلا في حالة واحدة وإحنا ممشوفهاش أن يكون السكر من نوع الأول معه شوية سمنة فربما تقلل جرعة الإنسولين لكن مش هتعالج السكر نهاية يبقى المريض لهو منظور تاني بقى ما يهموش يا بقى الشكلام اللي احنا قلناه ده كله ده يهم المجتمع الطبي المجتمع الطبي لازم يفهم من كلام ده المريض بقى بيفهم حاجة تانية حلوة ومهمة بالنسبة له اللي هو إيه بالزبط؟ ده اللي هنشوفوه نسمعه مع بعض في حوارنا الممتع المستمر مع ضيف العزيز لساس دكتور كريم صبري لما روحت لدكتور كريم صبري قال ما هي المشاكل قلت له بعانم السكر والضغط وعندي جلطة في الجاي فالدكتور كريم صبري قرر يعمل لي عملية تحويل مصار كان وزني قبل العملية 160 الحمد لله بقيت 110 خسيت 50 كيلو بعد خمس شهور حوالي خمس شهور ونص من العملية والحمد لله بقيت كويسة وبقيت بمشي وبتحرك وبخرج كنت بعاني كتير من السمنة كان عند الضغط وعند السكر وكان عند جلطة في رجلية والحمد لله بقيت كويسة وبتحرك وبروح وباجي بكل حتة بكل مكان والحمد لله بقيت كويسة طيف العزيز المبدأ دائما أهلا بكتور محمد أنا محرج دكتور أيمن أنا عايز أبدأ الحوار ألام عرق النسا هننزل تحت شوية عرق النسا هو الألم اللي هو بييجي في المنطقة بالفخد بالرجل الأسفل لحد ما يصل إلى كعب الرجل أو الأصابع بتاع الرجل وعرق النسا ده دي تسمية لطيفة قديمة جدا يعني من بداية القرن التسعتاشر كانوا بيسموها كده لما كان بيحصل الألم في السيدات اللي كانوا بيشتغلوا بيوطوا بيشيروا حاجات تقيلة أو بعد الحمل يعني الوحدة مع الحمل ها والبيبي بيبدأ يكبر ويسقط في الحود فكان بيضغط على العصب اللي نازل على الرجل فتلاقي واحدة ماشية بتعرج أو مش عارفة تاخد قامتها فيقولك ده اسمو عرق النسا لأنه فعلا بيقولك أنا حاس عرق مشدود أو حبل مشدود في دار لأن بتفقد ساعتها المقدرة على الحركة بتاعت الرجلها يعني نيجي نبص كده تلاقيه واخد بادئ من منطقة الحوض بالفخد ونازل على الرجل تحت يوصل بقى لبؤخرة الساق ينزل للسمنة بتاعت الرجل ينزل لكعب الرجل ينزل لحد صواب الرجل ده اللي احنا بنطلق لعرق النسا عرق النسا الحقيقة هو مش قاصر على ستات لا ده بيجي في السيدات وبيجي في الرجالة المعظم هات بيشوفها رجالة رجالة يعني معظمها يعني هو مشاكل عمود الفقر اكتر في السيدات عن الرجال يعني ستين في المية سيدات واربعين في المية رجالة برغم ان الرجالة بيشيلوا حاجات تقيلة وبتاع بس زي تكرار الفعل والعمل المستمر والتوطية والكلام ده كله في السيدات بيعمل تأكل في الغضريف اكتر ومع وجود الحمل والضعف ونقص الكالسيوم والجسم بيضعف بيحصل وهن في العدم وهن في الاربطة فبيبقى عرضة لوجود الغضريف اكتر فالتبار حضرتها المشكلة ديت خلاص بقى احنا دخلنا في ما يسمى عرق النسا او بنسميه الام العصب الوركي طيب هل كل عرق النسا او الام العصب الوركي اللي بينزل في الرجل جاي من الغضروف لا طبعا في حاجات تانية كتير جدا يعني ممكن يبقى التهاب التهاب فيروس او التهاب ميكروبي ممكن يبقى وجود تكيوسات على المنطقة بتاعته الحود يلمس العصب وهو نازل ممكن مشاكل في الرحم نفسها تعمل كده ممكن مشاكل في الفقرات نفسها ان الفقرة متحركة من مكانها وده ما يسمى التزحصه الفقاري التزحصه الفقاري يعني الفقرات ربنا خلقها فوق بعضها مرصوصة وقوية جدا مع حرك غلط مع توطية مع شيء ليحصل كسر في جزء اللي هي بنسميها القاعدة بتاعت البديكل اللي هو بتاع الفقرة القاعدة بتاعت الفقرة دي الفقرات بتاعتنا متعشقة ببعضها كده لاننا ربنا مش خلقها بمصامير وصوميل ده خلقها ان العظم بيشبك في بعضه وهو ده اللي بيدوله السابات والقوة بتاعته ساعات ما حرك غلط مع وقعة وخاصة في وقعة شهيرة جدا في السيدات بالذات اللي هي مع الحمام الزحلقة في السيراميك او الرخام ونزلت وقعة او الزحلقة بتاعت السلم او المطب جامد في العربية وده بقت كتير قوي يعني يقولك انا خدت مطب جامد اتشلت واتهبت في العربية نزلت التك كده انا حسيت ساعتها ان انا كهرباء ضربت في رجلية او في ظهر الام العمود الفقري ممكن تبقى على مستوى الظهر بس في البداية والرجلين مفيش اي مشكلة وممكن تبدأ في البداية في الرجل بس والظهر مفيش مشكلة بس الاتنين في الاخر بيلتقوا مع بعض لو بدأت في الظهر بتكمل على الرجل لو بدأت في الرجل بيجي بعد شوية الظهر وممكن تيجي على النحيتين الاعراض بتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا الالام الغير محتملة الاحساس بالخضر او التنميل او ان بقى الرجلك دي جزء مش منك او حرقان جامد جدا بحس ان زي الكهرباء ماشية في ناس بتوسط تقولك زي ميا مغلية تحت جلدي ميا مغلية تحت الجلد دي دي معناها العصب او نوصل لمرحلة بقى تانية بتبقى أصعب اصلا بقدرش اتحكم في نفسي في الحمام البول بيسبقني او بعد شوية ما عدش بيحس بيه او نفس الكلام بالنسبة لبراز يبدأ في الاول احتباس بعد كي ما بحسش بيه او ان انا مش حاس بالنص التحتاني كله وخاصة المنطقة بتاعت العجان ومنطقة الحوض والاعضاء التناسلية ما بحسش بيها بحس ان انا واخد حقنة بنج او زي اللي بيقى واخد بنجي نصف كده انا ما بعتش بحس رجليه بتموت مني بيوصل الكلام ده لحد الرجل انتح كافة الرجل الصابع الكبير الصوابع الصغيرة ساعات بقى بتزيد المشكلة ان انا خلاص بقى تتضاور اه ما تضاور اننا رجلية معيتش بعرف اتحرك بيها ده انا معيتش بقى ده اطلع السلم ده انا بكع بالكتير ده انا الشبشب بيهرب من رجلية السليبر او الشبشب بتاعة بتخلع من رجلية ده انا لما جا دوس فرمالة بالعربية مش عارف ادوس بيه او ياه ما حصلت حوادث بسبب ان انا رجلية مش عارف ادوس الفرمالة اصل الرجل بقت سايبة هي الفكرة كلها ان انا يا رجلي على البنزين ارفع على الفرمالة هي حتة واحدة لأ ده انا عشان ارحب سقطت الرجل عشان احطها تاني خدت وقت واللحظة بتفرق في هذا الكلام فيا ما ناس تسببت لهم في حوادث يا ما ناس عندهم مشكلة في الاحساس على فكرة عندهم مشكلة في السؤال الرهيبة لانه هو غير الحركة هو عنده مشكلة في الاحساس لو شال رجله من على البنزين ممكن نرجحها تاني على البنزين هو مش عارفه رائحه فيه وساعات يحصل وهن في العضلة ما هو اصل الكلام ده كله بيصاحبه ضعفه في العضلة زي ما قلنا مشكلة في الاحساس الجزء الحسي مشكلة في العضلة العضلة نفسها هي اللي بتشد وهي اللي بتطلع الحركة دي حركة معقدة جدا انا عشان عضلة تنقبض اصدها واحدة تانية بتنبصل وتفك ساعات الخلل يحصل فتلاقي الرجل كلبشت في بعضها وتحصل هنا المشكلة والحظة الحقيقة دايما يعني لازم نفكر بقى انا عندي مشكلة في قلم في ظهري طيب انا امتى اروح حلها من لو القلم بقى زيادة القلم بقى معقلية في حياتي مش عارف انام مش عارف اقعد مش عارف اشتغل بقى معوق في شغلي بغيب من شغلي كتير شغلي بيتي او الحاجات المطلوبة مني مش قادرة طيب انا وفرض اتوجه للطبيب بتاعي طيب فيه ناس بربنا مدها قوة احتمال وصبر او بيقضيها مسكنات بيقضيها شوية حاجات طبيعية كده شوية زيوت على تسخين على اربع على رع عمل حجامة حاجات دي ممكن تريحني فترة لكن مش حل للمشكلة لازم ندور على اصل مشكلة جاملة لو القضية في الغضروف بنقول تمانين في المية الى تسعين في المية ممكن يخف بالعلاج بشرط ان يكون في مرحلة متقدري قبل ما الموضوع قبل ما الغضروف يخرج برا قبل ما الغضروف يتيبس او يحصل له جفاف كامل قبل ما يحصل تزحصح فقاري لان لو الغضروف تآكل الحملة هيبقى على العظم العظم هيبقى يسيب من بعضه الفقرة تتحرك ولو فقرة في العمود الفقري اختلت وتحركت بتبدأ تعمل خلل في العمود الفقري ناس كتير جدا الحراك بتشوفوا ماشيين بجنب والقصة هو غضروف الغضروف ده ربنا خلقه يشيل الفقرة ويشيلها متوازنة طب تخيل لو الغضروف ده جزء منه هبط فالفقرة تميل الجسم عايز يعدلها تبدأ العضلة تشد يسبب قلم رهيبة جدا وفي نفس الوقت انا مش عارف اعدلها طيب باجي امشي مش قادر امشي بامشي ميت متر وغزبا عنه انا مضطر ان انا عود مش قادر اتحكم في حركتي مش قادر اتحكم في الاخراج بتاعي الحياة بقت صعبة جدا بدأ يحصل مضعفات طب انا هنا روح للدكتور يعالجها لك بلاش اروح لللي بيقولك اصلا بيعمل حجامة وخزام وكويب النار وكلام من ده الموضوع في عصب والعصب بقى مضغوط يعني في بعض الاحيال الحاجات البسيطة دي بتنفع بس انت لو رحت الدكتور ما هيحلها لك من غير عملية الناس فهمة انك انت كنتخصص في جراحات العمود الفقري مجرد ما تشوفه المريض هتقوله عملية لا خلص يعني انا شخصيا بقى اصر ان احنا نجرب العلاج حتى لو وصلنا لمرحلة العملية لما ببقى شايف ان فيه امل حتى لو عشر في المية ما نبقى مش وراها ولو تحسننا بالعلاج خير وبركة ونكمل لكن ساعات لازم نوصل للمرحلة دي المرحلة دي بقى دي مرحلة اللي بنسميها مرحلة تانية العلاج مش نافع معايا لكن ممكن العملية تنفع معايا العملية النهاردة بنعملها جراحات حديثة جدا جراحة ميكروسكوبية بندخل احنا عارفين المشكلة فين وعارفين حلها ازاي بنجيب اهو خلاص العملية بيتم فيها شوية حاجات يعني لو قناة ديقة ما انا بوسعها لو مخرج العصب مقفول ما انا لازم اوسع على مخرج العصب العظم بتاعي بقى ضعيف او عندي غضاريف متعددة انا هنا شايف بعمل توسيع وبشيل غضروف وهوا وبشيل الضغط اللي على العصب خلاص انا حلت المشكلة الضغط اللي على العصب تحل القناة العصبية انا وسعتها فاضل حاجة واحدة بس لو العمود الفقر قوي ومتماسك انا القصة بتاعت انتهت لحد هنا طب لو انا عندي ضعف في العمود الفقر انا ارجع لتسبيت لازم اثبت لازم اثبت او لازم اركب حاجة التسبيت هنا ديت بقى من الحاجات الحديثة جدا في التسبيت اللي احنا بسميها الدعمات والدعمات ديت هي افضل من الشراح والمصامير لان ديت ايه بتسمح ان الجسم اولا ما بيتفاعلش معها الجسم بسهولة الحاجة التانية قوتها اعلى من الشراح والمصامير الحاجة التالتة بتحافظ على الحركة بتاعة العمود الفقري يعني بقدر اتحرك بقدر اوط بقدر اشتغل الحاجة الرابعة الديناميكس بتاعتها الهندسة الديناميكية بتاعتها اتطورت جدا هي معمولة بتكنولوجة عالية جدا الحاجة الرابعة بمنع وجود التساقات بعد العملية لان وجدنا ان سبب كبير جدا من اسباب الغضروف المرتجع هو الالتساقات والالتساقات دي بتيجي لما بيحصل عدم سببات في العمود الفقر انا شلت الغضروف وشكرا انا فرحان انا روحة عملت عملية بالمنزار وانا شلت الغضريف والعمود الفقر بقى ملخلع سايب مع الحركة ومع الوقت وبتاع ست شهر لسنة خلاص حصل تلايفات تقفل القناة العصبية من جديد قلم رهيب جدا وده اللي بيخلي ناس كتير جدا تقولك انا حصل عندي فشل في العملية بعد ما كنت كويس ايوة ما الجسم شغال جوه بيكون التساقات وتلايفات هتقفل على العصب لما بنعمل بقى الدعمات او التسبيت بتاع الفقرات دي بتمنع الحتة دي لان انا محافظ على المسافة بتاعت الفقرات وعلى قوتها ما بيحصلش احتكاك الاحتكاك بيعمل التهاب والالتهاب بيعمل تلايف لان هي دايرة انا منعت الاحتكاك ومنعت الالتهاب ومنعت التلايف طيب هوا الموضوع سهل اوه بسيط كده لا احنا بيبقى عندنا ورشة عمل ورشة عمل اه يعني دي ديت علبة اهي ان دي علبة اللي بتيجي من الشركة ديت المصامير او الدعمات اللي احنا بنحطها بيبقى عندنا مقاسات كتيرة جدا 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 يعني المقاس الواحد بيختلف في طوله وفي قطره وفي عمخه يعني انا داخل دي بس قد ايه وادخل عشان اصلح العمود الفقري انا عارف الديناميكية بتاعت العمود الفقري وابدأ اختار ابدأ باقي انا اخد الوضع بتاعي المريض يتحضر كويس جدا قبل العملية بتعمله اشعات وابحاث وفحوصات ورسم قلب وكل الكلام ده كله وفي الايام دي كمان بنهتم جدا بموضوع ما بعد الكورونا لان الناس اللي جات لها ومعظم الناس هتجلها كورونا معظم الناس اللي جات لها كورونا والكلام ده كله بيبقى عندهم واحد عضل جامد جدا وضعف العضلات فده بتزود القلم يعني كورونا من الحاجات اللي هي زودة القلم وقلت الحركة وقلت الرياضة وقلت الكلام ده كله زودت الموضوع وناس كتير جدا مع قلت الحركة الوزن زاد فده خدف مشكلة فانا النهاردة بقى عندي عوامل كتير جدا تخليني لازم افكر في العمود الفقري ان انا ازاي امنع الضعف بتاعه وازاي امنع ان الغضروف يرتجع طيب ارتجاع الغضروف ده فشل في العملية ولا فشل في الجراح ولا فشل في المريض هي مجموعة حاجات مع بعض بس مش لازم تكون فشل يعني مش لازم تكون الجراحة كانت وعش عشان كده الغضروف رجع بحنا جسمنا احنا بنستهلكه تاني فوارد ان يعمل مشكلة تانية لكن دايما المريض الناصح هو بياخد التعليمات اللي بعد العملية يعني لما اقول له ايه بعد العملية لازم الاول نقوى العضم لو عندها شاشة لو عند نقص في فيتامين دال نقص في الكلسل نقص في الماغنيسيا نقص في القتلة العضلية محتاج جلسات علاج طبيعي محتاج تأهيل محتاج حزام حتى حزام اسنت بيه لمرحلة معينة بعد العملية بيساعدني المريض في كده طيب مريض عمل عملية وهو وزنه زيادة وكان بيتقلم قبل العملية اقول له ايه عايزك تخيله ما انا مش عارف اتحرك طيب قد احنا عملنا العملية تعالي بقى نتحرك اصلا باتحرك بيبقى تعبان ما هو لازم هتبقى تعبان لان انت شاء الحمل زيادة يعني نقلل الوزن بتاعنا علشان نحافظ على صحة العمود الفقري بتاعنا طيب عشان ما نزودش عامل يمكن تفادي بيزود مشاكل العمود اذا كنت عمود الفقري ضعيف وعملت عملية كويسة ورجعت اشيل تاني وامارس نفس الاخطاء اللي كانت بتؤدي بالزبط هو ده اللي بيحصل ديسك تاني هتقصر لازم احنا اتفقنا ان اهوانا ما عندش غضروف واحد في جسمي انا عنده 24 غضروف في جسم 24 وقرص غضروفي وزي ما حصل في الضهر بيحصل في الرقبة واحنا بنتكلم ان 60% من مريض الغضروف بتاع العنق عنده غضروف في ظهره و60% من مريض غضروف ظهره عنده غضروف في رقابته عامل هي 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 العوامل المساعدة حركة الغلط ضعف العواملات كونجينيت وهو هو ضعف الجسم نفسه وفي عامل كونجينيت اللي اعتقد لانه في عائلات كده احنا عندنا عائلات وفي عندنا عوامل ورصية يعني احنا عندنا في عوامل ورصية وفي عندنا عوامل بيئية هي دايما الغضروف عندنا في الاجواء الحارة بتبقى اكتر لان بيحصل نوع من الجفاف وعدم تعود بالسوايا عشان كده في مدراسة جامدة جدا في الام العبود الفقري انك تشرب مياه كتير جدا عشان قلمك يقل ده في ناس بتبقى مشكلتهم خاصة في الهشاشة انه بشربش مياه ولا سوال وخاصة في السيدات عشان كده ألمنا في العمود الفقري ممكن تبقى في رمضان اكتر لما بيحصل جفاف وما بعوضش بقى وفي نفس الوقت عندنا يا بينا بنكتشف ان في عندنا حاجات كتيرة ما كناش بنديها اتمام زمان زي مثلا فيتامين دال ده انه بدأنا انه هتم بيه من سنتين ثلاثة مع ان ضعف فيتامين دال بيأثر على كل الكيميا بتاعت الجسم بتاعي وبتضعف العمود الفقر وبتضعف الاربطة وبيعمل ارتخاء في الحلقة الغضروفية الماغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم كل الكلام ده كل كان زمان الناس تهيالها لما تعمل تحليل كالسيوم في الدم يلاقي كالسيوم عالي وقاله كان حلو جدا من البراثرمون ممكن يكون هو ده هو ما يعرفش ان هو العظم بيدوب بيدوب وبطلع كالسيوم دم وبيرمي كالسيوم في الدم وفي حالة البراثرمون العالي كده ده الإنسان ببقاعيد بتواجهنا المشكلة انه مثلا يروح للدكتور مش متخصص او حد مش ممارس عام او كده يقولوا بص ده الكالسيوم عندك زي الفل ده انت الكالسيوم طالع من تسعة لعشرة ده انت زي الفل ده يا عم ده انت عشرة بتعمل كده بالزفر يطلع ياخد الكالسيوم من العظم يطلعه في الدم ودي بقى كارسة والنهاردة بدأنا نكتشف هذا الكلام وعشان كده بنقول دايما الجراح بيبقى ملم بالمشكلة كلها القصة مش العملية انا في واحد يبقى محتاج العملية يقول لا طب استنى بقى لما نزبط الموضوع لو عندي هشاشة متقدمة ما مش هينفقى دخل اعمل الكلام ده كله طب لو عندي هشاشة في فقرة واحدة او فقرتين في عندنا حاجة اسمها حق نجوه الفقرة انا بقى حنجوه الفقرة مادة زي الاسمنتية والاكراليك كده تمسك زي السيرامين كده امسك بها الفقرة طب لما يبقى هشاشة بقى متقدمة وقد العمود الفقر كله الحق ان هنا مش هيفدنا يعني احنا هنا مثلا في الفيديو ده عندنا فقرة حد كان عنده هشاشة الفقرة اتطبقت على بعض قلم رهيب جدا وعدم مقدرة على الحركة ومش محتاج ان انا ادخل اعمل عملية كبيرة ده انا ممكن اعمله عملية صغيرة بسيطة ادخل تحت جهاز الاشعة وبعملها تحت بينجي كله برضو ادخل جوه جسم الفقرة واحقن المادة اللي انا هانتهديا المادة البيضة دي دي مادة اسمنتية اسمنت طبي زي اسمنت طبي كده ادخل وفي نفس الوقت انا بحط المريض في وضع معين وضع معين يفرض الفقرة فباملة كل الفراغات اللي هي بتاعة التكسير اللي كان موجود ده خلاص انا رجعت الفقرة القوة بس ده بيحصل افضل بعد الحوادث والاصابات حوادث الطرق وقد بالك اوحد ضط من المسافة حصل كسر في الفقرة والطبقة لكن لما يبقى مريض مثلا عنده هشاشة متقدمة في العمود الفقري ما تنفعش الناس اللي بيجي لها اورام جوه الفقرات يعني الاورام السنوية جوه الفقرات لو على قد ورام واحد اقدر اعمله فقرة واحدة بس المشكلة لما يبقى الورام متعدد والفقرات اللي جنبها برضو مصابة او فيها شاشة لو دخلت انا وعملت الحقن ده ده انا ممكن اضر الفقرات التانية واكسرها لان انا هجمد الفقرة دي وتبقى قوية والتانية اضعف فانا بشغلي انا هبدأ اطلف الفقرة اللي فوق واللي تحت فدايما الموضوع بيبقى قايدة دراسة يعني مش كل الحالات بتعمل نفس المعاملة ومش كل القرارات بتبقى واحد فيه تدخلات بسيطة جدا ممكن نعملها في حد اصلا ما ينفعلوش عملية بقى ودي شريحة كبيرة من الناس يعني مع سن متقدم كبير جدا مع هشاشة عالية مع مشاكل في الكبد زي مثلا التلايفات المتقدمة في الكبد بيبقى عنده السيولة بتاعت الدم عالية جدا ونسبة النازف عالية قوي حد عمل عملية في القلب توسيع صمامات وشريين وحالة القلب الكفاءة بتاعت عضلة القلب 30-40% وده ما يحتملش عملية وانا لو دخلت قضية عملية انا بأزيب اضره ممكن هنا بقى بنستبدل بحاجات بسيطة ان انا بعمله علاج اسمه علاج ألم وليس علاج الغضروف ولا علاج القناة ديقة ولا علاج تثبيت الفقرات الموضوع مختلف تماما انا بحاول اوجد له مدة زمنية يعيشها بدون ألم لكن الألم هيرجع اه بيرجع ونضطر ندخل تاني ممكن نعمل حقن جوه الفقرات ممكن نعمل تردد حراري ممكن نعمل حاجة بنسمى يعني عصب معين كده نعمله نوقفه انه يشتغل بنحاول زي ما بنقول كده عارف زي ألم الأسنان كده ساعات لما بيبقى عنيف قوي الدكتور بيموت العصب يقول لك احنا بنموت العصب ساعات احنا بنعمل كده احنا كنا بنحقل المادة كده زي الفينول وحاجات زي كده والنهار ده بقى بالتردد الحراري بنعمل ده نقدر بنوقف انتشار الألم جوه العصب يبقى المريض انا ما علجتهش ما خففتش المرض بتاعه لكن انا قللت الألم بتاعه بقى يحتمل او وصلته بمرحلة ان الألم ده بدأ يستجيب تاني للعلاج لانه كان قبل كده بياخد مخدرات وما بيستجيبش الأدوية معظم الحاجات المخدر بداخل الجداول والعصور عليها صعب ومضاعفاتها أصعب طبعا وفي نفس الوقت من حق الإنسان ده انه يعيش بدون ألم يعيش حياة هادئة وده بنسميه علاج ألم لان الناس بتخلط يقولك ايه هي الحقنة أوحاقن العمود الفقر والتراضي الحراري انا عايز اعمل الغضروف بالتراضي الحراري الغضروف ما بتشلش بتراضي الحراري ما فيش حاجة اسمها كده ده تراضي الحراري من علاجات الألم وهي علاجات بنعملها ومعترف بيها قسم دلوقتي أقسام بس لها وقت ولها مريض معين ولها طريقة معينة وهي مخصوصة بمدة في ناس تهيلا يقولك انها اعمل تراضي الحراري هيقعد معي سنتين تلات سنين خمس سنين وفي ناس بتروج لهذا الكلام اصلا انت بجرد ما عملته وبعد اسبوع او اسبوعين ورجعلك الألم هتعمل ايه تاني هترجع لللي عمل لك ده طب ده انت ليه جلسة تانية وحاقن تاني وحاقن تايلت وحاقن رابع لكن لما المريض يبقى من البداية على وعي وعارف ده اسمه علاج مؤقت للألم عشان تقدر تتعايش وتتعامل في حياتك اسبوع اتنين ثلاثة شهر ممكن يقعد معك ستة شهور بس مش دايما وحنا بنتكلم فيه بقى ابو العريف الفاتحي ممكن يحطل علاج من العلاجات ويقلب المسألة ابو العريف ده اللي بيفتي اللي بيقول معلومة غلط صحابه اللي في العيلة ممكن يوجه الناس توقيه غلط ينقلهم من مرحلة كانت هيستفيدوا فيها من علاج محدود التدخل إلى مرحلة أخرى أو قد يجعل المضاعفات لا يمكن التعامل معها بشكل كامل وإصلاحها بشكل كامل مية في المية ده إنسان ماينفعش يتقالع عليه إنه بيفهم ده غباءه وتدخله فيه ملا يعني أدى لمشاكل كتير تعالوا نشوف مع بعض نموذج لأبو العريف يا باشا يعني إحنا كشعوب عربية خدنا من الصين كل حاجة حتى السبح وسجات الصلاة وفنوس رمضان نيجي على أهم حاجة عند الصينيين ونقول عليها مش حلوة ده العلاج الصيني يا باشا معروف في العالم كله ده له صوالات وجوالات في علاج الظهر والعمود الفقري وكافة شئف العظام والأعصاب واللزمنه يعني عند ساعتك جزء من كل العلاج بطريقة الشياتسو بيحددوا يا باشا نقط معينة في العصب يضغطوا عليها بطريقة معينة تحسن تدفق الدم وتخفف الألم شغل الظهر الرقبة الكاف الركبة الأدم الكوع وأهل حاجة في الشياتسو دي باشا إنها بتتعمل في البيت لما شوير ده كترة ولا مضاعفات عمليات سدق اللي قال الصين حلوة للأسف دي واحدة من أكبر أجزوبات اللي ناس كتير بتدفع التمن الوقت وفلوس يعني يقول الفلوس باشي لكن الوقت ما بيتعوضش المشكلة لما بتضاعف ما بيحصل لهاش يعني إصلاح بسهولة وربما لا يحدث لا إصلاح على الإطلاق الإبر الصينية وحكاية اللي هو قالها دي شهاتسو دي ولا معرفش إيه وإننا ضدخنة عشان هنا فيه الكبد وهنا فيه مش عارف إيه الكلام ده كله تهريك وليس له وقع علم ده حي بس إيه خليباك نطور أيمن يعني الناس أصفي مجموعة من البشر ولا تنكر وجودها هما ما بيمشوش بالعلم ولا الكلام ده هيكل معاهم هما بيسمعونا وبعد كيه بيدور على أبو عصايا وأبو خاشبة والشياتسو وأبو إبرأ هو بيسمع ده وبيؤمن بيه جدا يعني ده فيه ناس أنا أنا جال لناس عندهم شالة رباعي وطب نعمل أشياء ولك أشياء تايه ده معمول لها عمل شالة رباعي ومعمول لها عمل احنا بنتكلم يعني العقيدة ديا والعقلات دي موجودة واخد بالحرك فلما يواحد يقول لك بص أنا بوفر لك الكريم والمرهم اللي هو بيشيل غدروف يضيعه كانش حد غلو يا باشا ده فيه يعني قال بساعدت على بعض قنوات الأفلام أنا ما كنتش بعمل كده بقى ليه فترة لكن رجعت اتفرج على الأفلام العربي ألاقي حد قاعد يقول لك كريم بيصلح لنزلخ الخضر أيه طبعا وحاجة نصب عالمي وحاجة افترة ويجيبوا واحد غلبان يبقوا معرفش يعمل اتصال تليفوني ويقول الكلمتين اللي فيهم من الاسمه وياخد شين ويروق وللأسف برضو احنا عندنا العقل بيحاول كريم إيه اللي هيعالج نزلخ وظروف يصدق ده آه يعني ويقول لك استنى انا هاخسر ايه ده تمن الكريمة ديت مثلا مئتين جنيه تلتون مئتين جنيه ده مش راقم برغم ان ده برضو بيبقى راقم عند الناس بس يقول لك انا مش اخسر كتير يعني النصبين عاملين حسابهم على الحساب لو يلجأ لواحد مثلا عنده انزلخ وظروف يقول له ايه بحث المقابل بتاع ده بقى دكتور عيمان وما يسبب الرواج لهذا الموضوع هو ايه يمسك الناموزة يقول له انت فاكر فلان لما عمل عملية ما هتشال اللي بعد العملية يعني كأن كل واحد هيعمل عملية هتشال لا طبعا الكلام ده غلط جدا وبعدين احنا دايما بنراجع لما واحد يحصل معه مضعفات مضعفات وردة في امريكا بتحصل مضعفات في المانيا بتحصل مضعفات في العالم كل بتحصل مضعفات ولكن بنقول في اخطاء بنعتبرها مضعفات واردة الحدوث وفي مضعفات اسمها عنجهل اللي عنجهل ده بقى الناس بتتسجن فيه بتدخل السجن مفيش فعظار لكن الاخطاء اللي هي واردة الحدوث وممكن تحصل ما بتجهزاش عليها مش خطأ مهني منك لكن وارد ان يحصل ده المريض بياخد بينك كل اه طبعا على مستوى العالم وحصلت في الدنيا كلها بتحصل مضعفات دي ولكن احنا عندنا احنا عايزين بقى ايه الوصفة السحرية اللي هي تخلي الغضروف يروح من غير ما روح للدكتور من غير ما اعمل عملية يا دكتور ايمال لما تشوف الناس اللي هو بينيمه على حصيرة كده ويقعد يجيبه وشكوش ويقعد يدقله على دهره لا تتخيل المنظر وفي ناس يقولك ايه فعلا ويحلفلك ويقولك بص شوف ده بيروح له المشاهير وهو لما يجيب لك واحد معا بتاعه زي الشونيور كده وبيخبط في الظهر كده تيك 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 ويقولك ده ده بقى اللي بيعدل العمود الفقري يعني عمود فقري ايه اللي هو هيتسمكر بيقولك والله بجد يقولك سمكر العمود الفقري بالزمة ده كلام وعلى فكرة انا فعلا متأكد ان معظمهم فعلا بدأوا سمكرية عربيات باحترام من هزي المهنة العظيمة جدا لا لا سمكار العربية ده بيعمل حاجة حلو جدا ده راجل بيكسب الحلال من وده عن علم وعن علم طبعا لكن ده جاهل وفي منهم فنانين يعني دايما دايما بس انا اقصد ان هو خبطات بتاع عبتهم انا شفتهم في الفيديوهات لا دول اساسا بدأوا حياتهم في مهنة هدوية ده بيبقى نصاب ودايما الزبون بتاع النصاب طماعة يعني هو الطماع ده النصاب بخير طول ما الطماع موجود بالزبط هو واحد بقى عايز يحصل على كل حاجة وعايز الوجع يروح وعايز يخف من غير ما يروح الدكتور من غير ما يتعالج ومع النظرة العدائية بقى الدكتور وخاصة بقى اعلام مش مش كويس او توجيه للناس بشكل خاطئ الدكتور بيعمل يا سيد طب انت ايه اللي ودك لدكتور انت رايح لدكتور بيردتك وعايز يحللك الموضوع الموضوع مش خناقة مش حرب الدكتور يساعدك طالما ان هو قادر على ذلك ولو ما قدرش يبقى خلاص بقى يعني ده دعم ربك نورت وشرفت ضيف العزيزة القيم العلمي الكبير الأستاذ دكتور محمد صديهويدي الاستاذ جراحات المخ والعصاب والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي الاستاذ بكل الطب وطمس مجموعة من النصابين بيروجوا ان هناك كريم بيعالج لانزلاق الغضروفي ليس هناك كريم يعالج لانزلاق الغضروفي اي طالب في سنة ستة كلية الطب عارف هذه المعلومة بشكل مؤكد فيعني اروكم اوقفوا هذا الهراء الكلام للي يقدر يتعامل مع هذه المشكلة لانها للأسف من خارج مصر لكن اعتقد انه اجهزة الدولة بتقوم بدور كبير جدا فيه جهاز عظيم في الدولة اسمه جهاز حماية المستهلك الجهاز ده بيقوم بدوره عظيم جدا بس علينا احنا كمواطنين ان احنا متواصل مع هذا الجهاز من جهة وعلينا احنا كمان يكون عندنا الثقافة اللي متخليش النوعية دي تنسب علينا ضيف العزيز نورت الدكتور شكرا خليكم دايما مع دكتور اهلا بكم نهاردة يوم مهم جدا اللقاء مع واحد من وجههم عالم طب الاسنان لكن خلينا احكالكم قصة انا متأكد ان ضيف العزيز نفسه يمكن ما اسمعش عنها قبل كده قصة مسيرة جدا عشان توريكوا قد ايه طقم الاسنان ده شيء يعني مزعج وانه اكيد اكيد زراعة هي القمة الان في عالم طب الاسنان سنة 1960 كان يا مكان زمان once upon the time في نادي اسمه ابل توفت قابل نادي تاني اسمه نورجير انا معرفش الاتنين دول عنهم اي حاج خلص غير انهم موجودين في الدنمارك المباراة دي ذاكرة الكورة العالمية احتفظت بها لسبب بسيط جدا ابل توفت ده نادي محلي كان متأخر قبل ثواني من نهاية المباراة والنتيجة اربعة ثلاثة خلاص الوقت الاصلي خلص الوقت الضيع كمان خلص وكانت المقابلة في طريقها للنهاية الحكم اسمه هنينج ايركستراب الحكم ده كان مستعد انه هو حلاص هيصفر هو ده الحكم اللي كان هيصفر بنهاية المباراة الحكم رفع الصفارة وهو خلاص الوقت بص في ساعته وتمام التمام وبدأ يفكر انه يصفر في اللحظة دي في اللحظة انه هيفكر يصفر طقم سنانه وقع هو بيجري طقم سنانه تحرك من مكانه ووقع لما وقع هو معرفش يجيبه وفي نفس الوقت الجاي يصفر فمش عارف الصفارة ما اشتغلتش لان طقم السنان يبدو انه لما وقع رابكه قوي ومقدرش يصفر بشكل كويس كان فيه ساعتها هجمة الوقت المفروط ينتهي خلاص فات كذا ثانية بدأ نص دقيقة تكمل وفيه هجمة جات للفريق الخسرا ومن سوق حظ الحكم ومن حصن حظ الفريق ان الهجمة اكتملت وتسجل هدف التعادل في وقت كان كل الحكم حركته بيشاور للعيبة ان الوقت خلاص انتهي لكن مفيش ولا واحد سمعه واحتفل اللعيبة والملعب كله لانه جمهور الملعب هو صاحب هو اللي كان فرحان قوي بالتعادل وبالهدف خلاص احتفلوا وتبتع لكن سرعان ما توقفت الاحتفالات لما الحكم صمم على انه الوقت كان انتهى قبل الهدف ده ما ييجي ولغى الهدف وطبعا الناس اعترضوا بشدة لعيبة للفريق اعترضوا بشدة والفريق الخاسر قدم الالتماس فعلا للتحاد الدنماركي لكرة القدم لكنه لم يقبل وتم التصديق على النتيجة ان الهدف ملغي وانه الوقت انتهى والمشكلة كانت فطأ السنان اللي وقع قصة تبين لنا طبعا قد الاحراج قد ايه اللي اصيب بالحكم ده والوقت ده الف سمعة وستين كان طبعا ما كانش فيه بداء الوزارة كانت ليس اعتقد كانت في مهدها وكان معظم الناس بتلجأ الى تقاطقهم اسنان بس طبعا برضي ورينا قد ايه اهمال الناس في السن ده لانه اكيد الحاكم ده مثلا كان عنده خمسين سنة اكيد ما كانش اكتر من كده كان عنده اتنين وخمسين سنة بس كان في الخمسين سنة ناس فقد سنانها كاملة وبتركب سنانه رغم انهم مرياضيين ده معناه ان في الوقت ده كان اهمال الناس في سنانهم الا ما زال للأسف ومستمر كان كبير جدا النهاردة لقاء ممتع جدا اكيد زي ما قلتلكوا واحد من نجوم عالم طب الاسنان اللي بيبدع في حواره دائما اكسترا اوردينري خارج النطاق ودايبا بنسمع منه الجديد نهاردة حوار مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة لأساس دكتور كريم مكاتي انا لازم اروح الدكتور للأسنان عشان اعرف ايه مشاكل الزراعة الوقت تمت بسلام يعني خلاص انا كده ولا فيه مخاطر منتظران يتبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف يأكل حاجة نشفى عشان خاطر الزرعية لأ طول المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العبن دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو يأكل لحد اخر ينفع عمره بأسنانه السكتة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حين الدكتور كريم مكاتي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان اسمحوني يا الرحب بضيف العزيز بسوس دكتور كريم مكاتي استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية عضو لكم جزء الأمريكي لزراعة الأسنان ضيف العزيز أهل بك دكتور كريم أهل بك دكتور أيمن زي حضرتك عمل إيه؟ سمعت على القصة دي بكده؟ أنا أهم رسمع عنها بس هي يا إتس فيري انتريستنج طبعاً هو في الوقت ده ما كانش فيه زراعات وما كانش فيه التطور ده فده بيبين لك قد إيه البنيان بيعاني من غير أسنانه الطبيعية أو من غير أسنان السبتة ويا ما مواقف تانية حصلت بها في الحياة يعني مش شرف وفيه بقى اللي كان بيتجوز واسنين وقعت وفيه اللي كان مشارك فيه فيديو يعني نفسي بيجبه لنا في مرة تانية أوريك في لحظة الجواز دي يا ما أقوم وقع كارسة بالزبط ومشكلة بقى إن مشاكل القطوم المتحركة مش بس إن هي بتقع ومواقف محرجة زي كده لأ المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش ما بيستطعمش الأكل ما إحنا عندنا في الحلق ده واللسان وحوالين اللسان كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا تمام؟ لما بنغطيها بالقطوم المتحركة بيفقد الاستمتاع بالطعام الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني آدم فهو ما بيعش زينا وبيأكل زينا وبيستطعم زينا يعني هو بيدوق أقل ما إحنا بندوق فطبعا حاجة مأساوية جدا طبعا خلينا نروح لسؤال الناس كتير بتسأله لما يكون واحد معدوش عظم في الفاكة كويس كبر العظم تآكل هل الزراع في الحالة يتبقى مستحيلة؟ زمان كان طبعا الدول ما تطورتش زي دلوقتي لكن دلوقتي الجرافتينج بون جرافتينج إن إحنا بنستعيد بعظم سواء صناعي أو عظم حيواني ده بنقدر نرجع به العظم مرة تانية كان عندنا مشكلة إن الجيوب الأنفية طبعا لما إحنا بنخلع الأسنان ونقعد فترة من غير ما نعوضها اللي بيحافظ على حجم العظم هو الأسنان الجواه فالعظم بيبدأ يكش زي ما إحنا شايفين العظم هنا كاشش أهو عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فترة بدون أسنان فما بقاش في عظم في المنطقة دي فإحنا بنضطر إن إحنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعية بتاعته ساعات بنزرع مع الزراعية أو ساعات بنزرع عظمه ونستنى عليه وبعد ذلك نحط الزراعية هنا عندنا مشكلة الجيوب الأنفية الجيوب الأنفية العظم بتاعها بيتآكل لتحتيها كله تقريبا مع فجدان الأسنان اللي تحتيه هنا إحنا رفعنا الجيوب الأنفية حاجة اسمها إن إحنا بنرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح ما نفتح جراحيا يعني بمشرة وكلام ده عن طريق نقطة صغيرة بنرفع الجيوب الأنفية ونحط العظم فيش أي جراحة كبيرة خالص تمام وقدرنا نحط الزراعية بعد كده هنا في الصورة دي دي الصورة اللي هي كان فيها العظم المتآكل في الأول حطينا هنا العظم وبعد كده زراعنا فيه زراعية زي ما احنا شايفينه والزراعية نكحب ما شاء الله فقدرنا نعوض السنة المفقودة فإحنا النهاردة بنقدر نتحايل على العظم المتآكل سواء بزراعة العظم أو رفع الجيوب الأنفية أو لو في الفك السفلي بننقل عصب الفك فيه ساحات تروح عند الدكتور يقولك ما ينفعش نزرعلك عشان عصب الفك زي هنا ده هنا إحنا هنا بننقل عصب الفك اللي إحنا مسكينه ده عصب الفك ودي دي عملية دقيقة عملية دقيقة جداً مش أي حد بيعملها دي أول مرة على فكرة نطلعها على الهواء دي ما حدش بيعملها كتير دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك هنا إحنا بنفتح عليه بننقله لمستوى أوطى وبنزرع مكانه وبتبقى زرعات نكحة ما شاء الله بدون أي مساس لعصب الفك ودي من أضاق العمليات فكل دي حلول يعني رفع الجيوب الأنفية ونقل العصب وزراعة العظم دي حلول عشان نعوض مشكلة فقدان العظم فإحنا النهاردة نقدر نقول إن إحنا ما عندناش مشكلة مع فقدان العظم في زراعة الأسنان لأن كل واحد إحنا كل الهدف بتاعنا إيه؟ إن كل واحد من حقه يعيش بأسنانه السبتة بقيت حياته فإحنا كل العلم شغال كل الدراسات شغالة وكل التكنيكس شغالة في السكة دي بنقله العصب رفعوا جيوب الأنفية زرعوا العظم بقيت الدنيا زي الفن التكنولوجيا خدمتكو عشان شكل الأداء الرقمي طبعا خدمتكو؟ طبعا بشكل كبير جدا أول حاجة يعني التشخيص السليم هو اللي بيقدي إلى العلاج السليم إحنا من غير التكنولوجيا ما كانش فيه أشعة مقطعية مثلا دي أشعة دي لأ دي الأمني كام هنا إحنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مظبوطة للزراعات وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو وراء ده ويبدأ يتعامل تصميم للأسنان مظبوط لاي على الأسنان اللي موجودة حواليه وفي نفس الوقت بنفس الألوان فيه صورة اللي بعديها الجهاز ده من الأجهزة مستورة جدا الجهاز ده بيعمل إيه؟ ده بياخد لون السنين يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع كازالون كتالوج فيه كازالون ويبدأوا يختاروا هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بأكيرسي عالية جدا بدقة عالية جدا عشان ناخد البرفكت ماتش ناخد التجان وستان ما بين الأسنان بتاعتنا زي ما حضراك شايف؟ اللي تحت دي شاشة بتقولك إن التلت الأولاني من السنة لونه كذا وتلت التاني لونه كذا وتلت التالت لونه كذا فعلا لما تخش المعمل ويتعمل لها ديزاين يبدأ يتعمل لها بلوكات مخصوصة بالألوان اللي هي طالع عندنا في المكانة دي دي تكنولوجيا دي تكنولوجيا رائع جدا إن انت يعني مش بتسيب بقى العين ينقي يعني هنا ما بتبصش على عين يعني مش العين بس اللي بتشوف يعني عينك بتاخد مرة الجهاز بياخد مرة بدون ما يبقى فيه مؤسرات خلي بقى لك الضوء مثلا لو الضوء مش قبيض ناصع في صفار شوية هيبوز لك اللون انت بتختاره الجهاز ده بيدمن لك مية في المية إن اللون انت بتاخده واسبوط سؤالي بقى الجرقات اللي قبل الزراعة وبعد الزراعة هي مهم حاجة تحضير الشغل اه انا دا قلية جملة حديمة انا المقلف اهم مش شغل لزبط الشغل هو ده سنة 98 اول مرة قلفت الجملة دي فعلا ما كانش ديسة حد قالها خالص اهم مش شغل لزبط الشغل هو ده ماشي عشان نظبط الشغل مش لازم الاول ننور نور القوضة الضلمة احنا دلوقتي داخلين القوضة ضلمة مش هينفعل نقعد عالكورسي من غير ما ننور النور بننور النور عن طريق التشخيص التشخيص دي الاشعة اللي بتطع لنا عظم الفك والاسنان للترنشات صغيرة نقدر نشخصها نعرف طول وعرض وصمك وكسبت العظم عاملين ازاي فنقدر نختار الزراعية بطريقة مظبوطة نقدر لو احنا ده في حالة الزراعة نقدر لو في اي مشكلة في اي سنة حتى لو تسوي الصغير نقدر نشوفه كويس نقدر لو في اعصاب نعرف هي ماشية ازاي فنقدر نمشي بطريقة مظبوطة فطبعا يعني اهم حاجة ان احنا نشخص صح وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطوالنا وصمكنا والكسافة بتاعتنا نبدأ نختار الزراعات بشكل مظبوط ونبدأ يمشي البروزيس بتاعنا ودلوقتي بقى فيه تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطة بدون اي حاجة من الحاجات دي اما نقطة بالليزر او عن طريق حاجة اسمها بانش بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العملية كلها ده 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 من ضمن الحاجات المهمة جدا هرجع تاني بقى لانحصار العظم خلي بالك يا دكتور ايمان في النقطة اللي فاتت كل ما بنقل التروما كل ما نقلل الشغل كل ما الواجع والالتهابات تقل بقى اي اجراء انحصار العظم دي هي حاجة مسعجة قوي وفيه ناس كتير بتخلع وسنانها وتسيب منطقة دي كن بلد موقوطة اه احنا مجرد ما خلعنا وما عوضناش ايه اللي بيحصل مش بس العظم بتاعنا بيكش بيبدأ سبحان الله السنان بتاعتنا في حالة حركة كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصدها مجرد بمداخل عدرس بتبدأ السنان دي تميل عشان خاطر تعوض المنطقة المفقودة بتبدأ السنان اللي قصدها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده الفيديو ده مهم جدا لان هو بيبين للناس قد ايه مشكلة ان انت متعوضش سنانك المفقودة انت كده بتبوز بوقك كله مس خلعنا وسبنا اتطنشنا جرح عفل ده الدروس بدأت تميل في الحتة الفاضية ده بيحصل فعلا ده بيحصل فعلا وعندنا مشاكل كتير بتحصل ده يجي مثلا بالمنظر ده يقولي ازرع نبدأ نوسع السن عشان نحط الزراعية تلاقي الدرس اللي قصده طول فتلاقي مشاكل كتير وخصوصا ان ده بيخلي الجدور بتاعتها تتكشف اللي بيبوز السنان اللي حوليها بعد كده ويبوز لك مفاصل الفك بعد كده لان انت بتاكل بطريقة مش مظبوطة ما هي زي المفصلات بالبلد دي انت محمل بطريقة مش ستاتيك مش ماشي بطريقة مظبوطة محمل ناحية اكتر من ناحية تبدأ تبوز المفصل بتاعك زي ما احنا شايفين هنا شايف سمك العب مقل ده نتيجة انه هو كش عشان خلع ومعوضش كل دي مشاكل بتبدأ تواجهنا نتيجة ان احنا ما نعوضش الاسنان المفقودة بتاعك مفصل مشاكل دي بتبقى في ممتها الخطورة على فكرة يا دكتور ايمان يعني تحت انت هتقول درس باز في مشاكلة يعني بالنسبة لي درس زي الدراع بس في ناس ما عندهاش هذه الاهمية مفصل فك لو باز بنخش في عمليات كبيرة جدا عشان خاطر اواب يبلغوا ضروف اتقطع وحصل ان زلاج ضروفي انزلاج ضروفي فبنبدأ نخش اشف مشاكل اكبر كتير من ان هو درس نعوضه فانت ليه بتستنى كلها مفصل فك في غضروف هباكت زلغ غضروفي هنا في الحالة دي الحلول ايه طيب انا هذوقت انا خلاص مفيش عضم هزرع عضم ما احنا احنا طبعا ايما احنا بنزرع العضم تمام ايما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طوال ما هي بتبقى على حسب المنطقة عندنا في ناحية الجيوب الانفية العضم تآكل لدرجة ان هو ما بقاش موجود تمام فانت عندك جيوب انافية لازم ترفعها فبنرفعها ونحط عضم تحتها نسيبه شوي عشان نعرف نحط فيه الزراعات بعد كده يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عمدان العمارة تمام لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عضم حواليه ونحط الزراعات بتاعتنا منطقة تانية بنزرع العضم على طول وبعد كده نحط الزراعات عندي مريض عنده مشكلة في شكل سنان واحد فلنفرض ان هما ثلاثة واحد تقوله انا هعملك تنظيف وطبيط واحد طبيط بس واحد ثلاثة تقوله لا ده لازم اعملك بنير من ياخد ايه؟ احنا عايزين نوصل لايه في الاخر؟ شكل حلو شكل حلو ايه هو الشكل الحلو؟ سنان مرصوصة لونها كويس نسبة اللاسل اللي بتبان في الدحكة كويسة اللي هي الايدال بتاعها من 0.3 مليمتر من 0 إلى 3 مليمتر تمام؟ ده اللي احنا عايزين نوصل له هنا احنا المريض الفوق هو نفس السنان حواليك لو بسيط مفيش تعديل كتير في السنان وهي كتت مبسوطة بعوجة السنة لناحية الشمال الفوق دي هي مبسوطة بيها تمام؟ وجميلة هي عايزة تنظف وتعمل شوية تبيض ده اللي احنا عملنا هولها زي الامر بقت زي الفل من غير قصص كتيرة ماشي في حد تاني ممكن يبقى عنده سبيسس عنده مسافات بين السنان مثلا فراغات 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 دي إما هنمشي في سكة التقويم لو ينفعلوا تقويم أو لو الفراغات دي كبيرة شوية هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية بدون برد جامد في السنان بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة أو حاجات زي القشرة بتبدأ تترصى على السنان كلها تدينا صفة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي فإحنا هي الفكرة كلها فممكن لوصلوا بالتبيض بالتنظيف بفينيرز بتقويم ممكن بعندي دحكة لساوية دحكة لساوية دي لو هي صغيرة نقدر نشيلها بالليزر أو لو مش صغيرة بنقدر نعمل حاجة اسمها ان احنا بدنقل فتحة الشفة بتاعتها عشان خاطر لما تضحك الشفة ما تترفعش الرافع اللي تبين لنا اللاسة دي كلها ودي عمليات كلها سهل فالدنيا دلوقتي مفيش خط سابت احنا بنمشي عليه وخلاص لأ احنا على حسب كل كيس بنبدأ نطور ونبدأ نشوف ايه الاحسن لها عشان خاطر نمشي عليه في سؤال بقى اللي عايزك تديله حقه قويب راح تقلط في الوقت انا معيك اشرحولنا لانه انواع الماتيريال دي خناء طبعا طبعا ولا ايه ماكس ولا برسولين ولا انا هقول لحضرك على حاجة دلوقتي الدنيا بقى فيها تطورات كتير جدا خلينا الخناء ما بين الزركون وال ايه ماكس خليها على جنب شوية انا هدي لحضرك الحاجات الاحدث من كده اللي بتفيدنا في الزراعة اه البيك والتيتانيوم ماش والحاجات دي كلها دي هي ده الليتست دلوقتي انا واحد كبير في السن خلع سناني بقى لي فترة طويلة جدا العظم تآكل في حاجة اسمها vertical dimension اللي هي المسافة من هنا لهنا لو انا عملتله السنين لو ادي عظم تآكل بشكل كبير السنين لو عملتها يبقى حجمها كبير جدا ووزن الزركون عشان خاطر يتحط على الزراعات لو انا زرع الفك كله فوق زرع الفك تحت بعد ما فقد العضم هيبقى وزناه تقيل جدا على الزراعات فبنبدأ نخش دلوقتي على حاجة اسمها بيك والتيتانيوم ماش ايه دول عبارة ايه بنعمل شاسي معمول من مادة اسمها البيك الشاسي ده بيبقى طالع منه صوابة صوابة دي بيبقى دي مرحلة من مراحل المقاسات اللي هي عشان خاطر تبقى بعد كده تطربت بمصمار بيطالع منه صوابة 14 ايه كناها 14 سنة ودرس مبرودين وبعد كده يركب عليهم الزركون فالسنان تبقى حجمها صغير ونبدأ نجمل اللاسة الكلام ده كله بياخد الوان معينة دي كلاسة طبيعية فانت كده عوط البرتكل دايمانشن بوزن خفيف بشكل سنان حلو وشكل سنان طبيعي ده وضع البيك وضع التايتانيوم هما الاتنين هما بيقوموا بالشكل ده زي ما حدوك شايف هنا هتلاقي أخرام أماكن المصامير اللي بتطربت في الزراعات انت هنا عملت التركيبة ده الشاسية بتاعها اللي هو بيركب عليه بعد كده سنين وبعد كده يتكس اللاسة بتاعتنا بشكل حلو ودي الأماكن المصامير اللي بتطربت في الزراعات اللي احنا مثبتينها فبوق المريد سؤالي هل المريد يشغل دماغه بالفرقات بين المواد؟ ومهم جدا أنه يفه لازم تعرف انت اللي موجود فوقك ولازم تعرف مدى قوة اللي انت حطه ده كسترانس يستحمل المضغ بتاعك كوزن على الزراعات اللي انت حطتها يعني أنا للوقتي لو حملت أوزان زيادة على زراعات ما إيه اللي هيحصل؟ نفس فكرة الأمورة أنا عملت الأمورة عشرين دور والأساسات بتاعتها خمسة دور تستحمل خمسة دور إيه اللي هيحصل؟ هتنهار نفس الكسة فإحنا عايزين أوزانة خفيفة عشان الزراعات بتاعتنا تعيش طول حياتك فكل ما إحنا عايزين نعوض مسافة كبيرة بنستخدم بقى البيك والتيتانيوم والكلام ده كله عشان نعمل الشاسي اللي فيه السنين اللي هو وزنه خفيف جدا تمام؟ أقل من وزن إنه يبقى كلها زركون وبتدينا صلابة عالية جدا هنا في الحالة دي الحالة دي حلوة جدا حالة دي احنا هنا زراعنا الزراعات بتاعتنا من غير فتح جراحي خالص ودي كانت إميديت 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 لودنج إحنا فتحنا كل ده يعني اللي فوق ده ده بعد العملية على طول وتحت ده بعدها بأربع خمسة أيام بقى الراجل بإثنين وكاملين بس هنا مش أي حد ينفع يتعمله زراعات فورية عندي عظم كويس عندي صحة كويسة عظم كويس يعني طول وعرض وصمك وكسافة صحة كويسة لو عنده سكر يبقى كنترولد لو عنده أي أمراض مزمدة هتبقى معمول لها سيطرة كويسة وبقى ماشي بسنانه والراجل مبسوط والدنيا زي الفل اللاسة اللي تحت دي دي لاسة صناعية معمول على بيك باينة هي الطبيعية جامدة جدا سنان زي الفل مرصوصة نفس اللون الطبيعي نفس الشكل بتاع لونه هو الطبيعي جمان مجيبش حد أصمر قوي اعملو سنان فتحة قوي وعملوش لسة مش مطابقة اللون لسة ومعملش لسة مش مطابقة اللون لسة بتاعك مزبوط في حوالي ثمانية وتلاتين درجة لون بتدخلط عشان خاطر تدينا اللاسة بتاعتنا دي ثمانية وتلاتين درجة ثمانية وتلاتين لون فيهم أصفرات وبمبات وأزرقات ورماضي وموف فيه ألوان بدرجاتها كلها يعني البمبة حتى اللي مثلا فيه عشر ألوان بم أه teh احنا بالنسبة للأحمر نورته أبدعت طيب العزيز واحد منكم حلام الأسنان طبعا دكتور كريم مكادي استشارت زراعة وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية رضو الجنجرس الأمريكي لزراعة الأسنان كان مبدعا في حواره في الدكتور في 2021 أو 2022 هل ممكن أن يوجد في مكان في العالم في مصر صاحبة التقدم والريادة في عالم طب الأسنان اسمه حد كده مش دكتور فني ولا أي حاجة أو هاوي يبقى ماشي بشنطة مع تركيبات جهزة يخرم لك بشنيور ويركيب لك سنة كده في مكان ما تحت أي ظرف من الظروف يا أخي لو معاكش فلوس خالص كلية الجامعات فيها فيها لنها فيه سوبرفجن عالي من دكتور منها على الكفاءات جدا 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 الدكتور المصري ما فيه زيه حتى الشباب مش شرط يكون كبير وخبرة لا ممكن يكون شاب لسه بس عنده الخبرة وعنده سوبرفجن هيكون عنده الانفكشن كنترول البكان دي مش تقعد في مولد ولا تقعد في حتة ولا تقعد في تجمع تعمل حاجة زي دي ما ينفعش خليكم عبدالفتور